السلام عليكم مرحبا مرحلة سادسة الاستاجيرية جذد بهاي الكلية بهذا الفيديو راح نسوي قايد نشرح به على كل روتات وكل التفاصيل اللي ممكن واحد راح يلقاها بهاي الروتات نحكي بها على الامتحانات والأفضية الجديدة اللي صار على الامتحانات بهاي السنة اللي صارت امتحانات دارية ونجاوب على كل استفسار حرفيا منذلي بالخاص راح احطها بسكرينشوت وراح اشرحها يعني راح اجاوب الاسئلة اللي عليها راح اقسم الفيديو الى Partitions يفضل انه تشوف الشيء يعني الشيء العام اللي خص المرحلة الساسية وشوف الروتة ماتك وممكن ترجع للفيديو يعني على حسب كل روتة تاخذها حتى لا يطول الفيديو عليها كذا حبي جي تشوف الفيديو كله فأهلا وسهلا ومبدئيا I'm not the best guy انه تاخذ مني هاي النصائح لانه لا احسن واحد بترتيب الملازم ولا احسن واحد بتنظيم وقتي ولا اكثر الطلاب اجتهادا بس لهذا السبب اعتقد انه يعني هذا الفيديو راح يكون مفيد اليك لانه اعتقد لما تاخذ النصائح من شخص موهي ومن ماشين يعني راح تقدر تطبقها اكثر راح تكون التشانسز انه تطبقها يلا ايه نختصر الوقت ونبدي القاية مبدئيا انت كطالب مرحلة خامسة تأهلت لساته في طب بغداد او غيرها من الكليات يعني الشغلة الاولى الرئيسية اللي تحتاجها انه تسترخيب جهده يعني ماكو هوايا اشياء جديدة راح تبديد يعني تتعلمها ماكو هوايا اشياء جديدة راح تعرفها بالاطفال والجراحة والباطنية عن اللي اخذت بالسنوات السابقة مهما كان نوعية الامتحان كان وزاري او كان امتحان بكل يمالاتكم انت حاليا قطعت مرحلة انه تقريبا تعرضت لكل الافكار اللي بكلية الضب يبقى انه عندك سنة كاملة تحتاج انه تعرف هاي الافكار بشكل براكتكا وترتب علماتك بحيث تسترجعها باسرع طريقة ممكنة فلا يعني اذا تطريب طب بغداد ما راح تحتاج تقرأ كل محاضرات طب الموصل مثلا ولا اذا طب الموصل راح تحتاج تقرأ طب بغداد او يعني تقرأ ملازم مختلفة عن الملازم اللي هي مالتك وهذا راح يوديني لهذا السؤال انه اكو بلوبرينت وعدنا محاضراتنا و اكو داكاترا مختلفين على كل بانك معين زيان فخليني نجاو هاي الاسئلة انه هل راح نقدر ننجح بالاسئلة مالتنا صراحة ايه زيان يعني انا اشوف انه اذا انت قارئ ملازم مالكليتنا بشكل زيان كل اللي يحتاجه يعني بهاي السنة انه بس تضيف عليها نوتس تضيف عليها الترتيب معين لهاي الملازم وممكن تكتسب عليها فكرة فكرة تن اضافيات فاني كل جضد انه تبدي من جديد وتهدم كل هذا البناتة بخمس سنوات وترجع تحتمل مثلا على ملازم انت ما شايفها بحياتك ملازم جديدة مختلفة ما مدرتك عليها دكتور وتعيد كل شي من الصفر وتخسر هاي النيورونال كونكشنز اللي عندك ياها ويا كل سلايد من اسلالات الملزم فايه تقدر يعني تجاوب وتجيب درجات كله زيانة بس بالمحاضرات مالك يعني خل اقول لكم من تجربتي آني يعني من امتحانة هاي الامتحانات المزارية الاربعة واعتمدت بشكل غالب على ملازمنا يعني كل اللي اذكرة اكو اشياء انغدرت بها هي شنو هي اليوتران كانسر لستيجنغ مالتها اكو stage 1A و stage 1B فصار اكو update زيان تختلف عن الملازم مالتنا فجاوبناها على ملازمنا وهي طلعت يعني صار بها updating ويعني ملازمة مواكبة هذا الشي وكو سؤال آخر باليورولوجي عن بلوكيج يصير بالسمinal vesicles زيان هذا الشي يعني ما كان ما شنا مترقيلة بيعني ويدكتور ساعة الداخل ما شنا مترقيلة بملازمنا ويبدو انه جامعة النهايين او المسؤول عن الكيوبانك مال او المسؤول عن الملازم مالتهم يعني هاي الافكار اصلا عندي من المسلمات بينما احنا عدنا يمكن هاي الافكار شوية طفرة فيمكن بس هاي الامسي كيوان امسي كيو واحد وهذا امسي كيو ثاني اللي حسيت انه انغدرت الاعتمادي على ملازمنا في حين اذا نرجع القبل زيان اذا اذا تمتحي الامتحان جراحة عادي بكلية بطب بغداد زيان فيعني على الاقل كل امتحان يمكن 10 الى 15 هذا الامتحان الزيان 10 الى 15 فكرة جديدة انت مشارفة بحياتك راح تجي تشوفها اول مرة بالامتحان فيعني لا الوزاري كلش حسن من هاي الناحية حسن من هاي الاشياء الغريبة اللي ممكن تطعلك بيوم الامتحان فما لازمنا اكثر من كافية اكثر من كافية مما كانت قبل زيان فهاي النقطة المهمة هنا هل نحن اني قدر نسويها بدون تاكسبوكس صراحة اهمين ايه يعني اني مو بكفان للتاكسبوكس اني احب يعني اسلوب قرائتي زيان وحس يعني هو الاسلوب قرائي اللي يرهم لكل الطلاب انه اجيب ملزمة زيان ملزمة مثلا من كليتنا مثلا خلنشوف مثلا ملزمة زيان اجيبها مهما كانت يعني مو كلش مرتبة او مثلا ما كان بيها معلومات اهو ايه راح استغل انه انا مثلا قررتها بالرابعة وتذكر ب Heejsاتها وتذكر سثيم الازرق معلتها وتذكر ملاحظات دكتور عليها راح اجي ساعتها شنو راح اجي اقراها استغل انه اivable اقراها بربع ساعة أو ثلاث ساعة واجي اضيف وقاها ممكن اجيب تاكسبوك يعني ممكن اجيب تاكسبوك وقرأها على Hey js , بس ما راح اجي اقراها اعتمد على التاكسبوك تمام الملاحظة جديده اللي اكتسبها من التاكسبوك راح اضيفهاoffs mmati ورح أحاول أبني النضج الخاصة بيه بطريقتي الخاصة بالأشياء اللي يعني ممذكورة بمزماتنا فأني أحب طريقة البناء على ملزمة مو كلي زينة ما أحب أبدي بمكان كلش بيرفكت ورح هنانا يعني المشكلة شنو بالتكسبوك المشكلة بالتكسبوك انت رح توصل لمرحلة ما تعرف شنو المهم وشنو المهم بها بينما الملزمة هذي زين مهما كانت ضعيفة فهي على الأقل مرتبت لك الكليميكال فيتشيرز والدايجنوزيز والتريتمت بشكل خطوط عريضة بشكل فأنت إذا ضبطت هذي وجاكوا فكرة فوقها إضافية فكثر خيرك زين رح تضيف لنفسك كلش معلوماتهم أما هنانا فبس تقلل التريتمت اللي موجود بالتكسبوك اللي رح تفتحه لأول مرة التريتمت بالأبنساتيس تلقاه صفحتين وثلاثة وكل شهواء فممكن خلال هاي الفترة رح أضيع المعلومات السطر المهم الوحيد اللي لازم تعرفها من خلال وهكذا على كل الملازم فلهذا قاني أشوف أنه يعني اعتمادك الأضبط أنه يكون على ما لازمتك المحلية الملزمة مثلا طبالات أو أي كلية وانت ضيف عليها نوتس النوتس هذي تختلف يعني على حسب المكان وعلى حسب التكسبوك أنا ممكن نجيبها من التكسبوك ممكن نجيبها من تسجيل الدكتور ممكن نجيبها من أي مكان حرفيا ممكن نجيبها حتى من فيديو بس وهذا أضبط شيء أشوفه هل تجد إذا عندك مقدرة تقرأ على تكسبوك زين فبلعك سروح أقراها يعني يعني ما ما يعني أقنطك من الاعتماد على تكسبوك هي أحسن مكان ممكن واحد يعني يحصل منه معلومات ثابتة هي أحسن مكان ممكن واحد يحصل منه معلومات يعني مرتبة بس أنه تعتمد عليه على مدار السنة على مدار كل المحاضرات أنا ما أشوف هذا الشيء ممكن صراحة على أقل بالنسبة لي وبالنسبة لمعظم الطلاب اللي يعرفهم فصدقني يعني إذا بدأت على ملزمتك الأصلية ما رح تخسر هواية بالوزارة ومبالك لو ضرفت عليها نوتس وهي النوتس بقت وياك دائما متكررة يعني واحدة من الأشياء اللي تصرن منه من نقره من تكسبوك يعني منميل إلى تلخيصه تلخيص تكسبوك شوي يكون صعب زين يكون ياخده هواية من الوقت زين فتحتاج على أقل أكفة ست أوف نوتس تعرفها أكفة محاضرة تعرفها وانت تجي تضيف عليها النوتس مثلا من تكسبوك أو غير مكان واحدة من أحلى الأماكن اللي يعني هسا استفادلت من أعودها لإضافة هاي النوتس هو من أمبوس من أمبوس بتشوفه بكل مكان يشتغل بتشوفه يشتغل بالميدسين بالسيرجري بالقايني بالبيدياتريك وحتى الترتيب بيكون بيكون يعني مثلا الانفتيغيشنز يرتب لك ياه وهكذا بطريقة يعني أحيانا تفوتنا بالملازم وأحيانا تفوتنا بالتكسبوك أمبوس هو أصلا بانيه على هذا الترتيب فاللي يقدر يعني يعتمد على أمبوس رح يكون كلش مستفى زياني جي هسا فد جنرال تيبس ليه الأيام مالتك بالسادس استعمل أيامك الجيدة إذا عندك فد يعني أيام متتالية لتقرأ بيها وعندك وهس لا تحاول تكتفي حاول يعني تستغلها الأقصى فترة ممكنة زيان لأنه رح تجيك أيامه هواية ما تكون بيها جيد رح تجيك أيامه هواية تضيع بيها وقت فإذا عندك وقت زيان إذا عندك ثلاث ساعات اليوم رح تجيك تقرأ بيها اقراها يعني حتى 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 ينطبق على قبل بداية الدوام تميز جمعة سبت بعد ما يبيت يعني قبل ما يبيت الدوام الأحد إذا قدرت تقرأ ساعة ساعتين اقراها ويعني استغلها يعني كل ساعة رح تكون تفرق زيان كل يوم رح يكون عنده امباكت سواء يعني بالأيام اللي انت بالبيت أو بالأيام اللي تكون بيها بالمستشفى كل يوم بالأيام العملية بالأيام يعني انه تروح بالمحاضرات زيان رح تتعلم شي جديد وهذا الشي انت ما تعرف يعني حرفين ما تعرف انه هذا الشي رح يجيك بالامتحان لأولا ممكن يعني اكو شغلة تاخد علمتها باليوم بالمستشفى الكيس ممكن تكون هي الشي المفصلي اللي زيت درجتك بامتحان يعني نهاية السنة فكل يوم عنده امباكت حتى لو كان مثلا بمانر زيان حتى لو كان مثلا بيورولوجي بنيورولوجي بالكسور وخذا حيكون عنده امباكت من امتحان هاي السنة خليهم يعرفون يوربوتنشل حاول يعني يكون عندك هاي النردي فيبز زيان انه تتبين انت شخص مهتم اني اعتقد انه if this is your mind زيان وشان بوبيليت دوتس معينة انه انت تكون one of the top guys انه مثلا على اقل تكون top 50 بهاي السنة زيان من عمضة الخمسين شخص خمسين طالب بهاي السنة على مرحلتك which is very great اذا كانت هاي الفكرة براسك زيان حرفيا اني اعتقد انه هاي الفكرة راح تشع قدام الدكاترة وقدام كل امتحان يعني راح تبدي بها في هدن لانجوج بها في لغة بها لغة وبها الدرجات حرفين ما حد يحكي عليها او ما حد منتبه لها زيان اذا انت دخل كل امتحان وهمك انه تكون top 50 زيان لوجكات ما الدكتور خرمشك بالامتحان ما راح ينزلك عن يعني مثلا تجيد يشدهاب ذات mentality لازم تكون عندك هاي المنتالتي انه تكون top guys لانه حرفين هي free هاي المنتالتي free ما راح تكلفك اي شيء والpotential اللي بيها الدرجات اللي بيها كلش كلش اهوا زيان وعند الاحيان قد تشعر انه انت guilty خلال السنة please don't be زيان guilty من ناحية انه الذكاترة قولك قبل شنا نبقى للثنتين و للثلاثة وانتو يعني ما دا تسوون هادا الشيء او او هادا اللي كان يقاتل ويعافر ومدري شي يسوي حتى ياخذ فيستيرو ياخذ هالاشياء يعني لا يعني ما تحتاج تكون guilty لهاي الدرجة زيان هاي من ناحية ال doctors وحتى من ناحية الطلاب زيان ممكن طالب يقع على text books او طالب يقع على محاضرات غير كلية please don't be يعني كل واحد عند قريقته المعينة اكو واحد ممكن يقرأه يصرف وقته كله على text books وبالاخير يعني ما ينعكسه بشكل صحيح حد درجات فانتك وكل عكس فيعني اكو هوايا انماط من الطلاب لك خلي احد منهم يدخل راسك ويخليك guilty كذلك حال بالنسبة للدكاترة وايامهم الخالية اللي كانت يعني يشربون بعصير text books اكثر من عصير البرتقال you will fail in some exams هوايا زيان قدك كوم امتحانات رغوطات بيها هوايا امتحانات النهات السنة بيها هوايا امتحانات فيعني هاي سنة همين عليها 40 درجة 40% من التراكمي اخر شي تحتاجه انه تخلي امتحان من هاي الامتحانات يبديك نفسيا ويأثر على الامتحانات اللي بععتك تنظره ببواحد خلاص تكمل اقواء بتاكم امتحان ثانية وكوفرصة ثانية اخوة اصلا طبيعة هاي السنة هي طبيعتها practical اكثر بيها في الدرجات ما محزورة مو مثل مثلا الامتحانات النظرية فرح تمتحن بس لكي الاربع امتحانات نظرية هاي السنة بقية الاشياء تعتمد على practical skills ما تعتمد على الامتحانات العملية وتعتمد على الدكتور اللي رح يجيك شخص اجاء دكتور اوسبيت جراحة يختلف تماما عن شخص اجاء مثلا دكتور منذر او دكتور باسم رسام او دكتور لطيف جدا على الصحة فيعني لازم يلوحق دكتور موزيان من الدكاتر اللي يعني كل شي قصوا من الدرجات يعني ماك واحد يعني اتذكر من طلابنا هسه ماك واحد حالث الحظ بستريك بدأ من بداية الروتات الامتحانات النهائية وما اجاء دكتور من هذول الدكاتر اللي قصوا من الدرجات فيعني رح يحدث للكل حتى لو بدأ انه لا يحدث حاليا فبس تحتاج انه ترجع وتحاول مرة ثانية وتقرأ الامتحان اللي بعد بالنسبة للتكنيكال تيبس قلت لك اللي ما اعتقد رح تحتاج تكسبوك رح تبدي على النوتس مالتك تبني على المحاضرات مالكلية مالتك رح تبنينا الصفر لتضيع كل الدعب اللي تعبته بالرابع والخامس لانه المحاضرات هذي يعني رح تعتمد عليها وهي بوحدة صدقني تضمن لك خمسة واثمانين تسعين بالمية من الامسكيوات اللي ممكن تيجيب الامتحانات الكدارية فوق هذا امتحاناتك اللي حضراتك بالكلية يعني هي اشياء يعني ممكن تبتحن بها عملي يعني ممكن تبتحن بها دكتور عماد الفات بالجراحة ممكن يسئلك بالأكيوت أبيندسهايتس ممكن يسئلك بالكروتونايتس ممكن يسئلك بالمنازم اللي هو اصلاً مسويها فاني لا تضيع هاي الفرصة انه بها درجات اصلاً هين تبمن لك درجات انت قاريها وممكن يطلع لك الدكتور اللي رح يحب الملزمة والتي اللي هو مو اناف هو احياناً مواضيع بكلياتنا ما يضطرقو لها يعني مثلاً بالنسائية موضوع الانترسكس ما مو كل شي يضطرقو له اكو مثلاً بالاطفال موضوع الكنتجينتل ادرينال هايبريبليجيس وهالاشياء ما يضطرقو له فانت اللي يحتاجه بس انه تشوف البلوبرنت زيان المواضيع اللي ما موجودة بالبلوبرنت وهي رح يكونها تقريباً في العشرة بالمئة من المواضيع بس زيان احجب الموضوع اذا ماكو اذا هول توبيك ما موجود عندنا بالكلية فاي ساعتها رح تروح تقرأ زيان وين تقرأ وين تجيب براحتك ممكن تقرأ على تكس بوك ممكن تقرأ بغير مكان بس احنا شايف ان حصلنا بالفترة الاخيرة بساطة بنامتحنا هاته فاكتر ماينا نقرأ على اكثر مكان ممكن يكون مالتا انه قرأتنا تكون منتجة وهذا شنو هذا اعتماداً على كان يعني منه المدير مالكيوبانك مثلاً كانت جامعة النهرين كانوا بالجراحة فاعتمدنا على كلية النهرين بالملازم اللقص مالتنا بالجراحة يعني مثلاً النسائية اعتمدنا على الموصل زيان على طب الموصل لانه قلنا الكيوبانك مالته مدير الامتحانات مالته مدير الامتحان هذا الوزاري كان هناك فاقد نجيب هذا الموضوع هنا بس التعني مخيئة تقرأه بكل مكان فاديني اي مكان رح يحوي على البرنسبول اللي اختبروك بها بالامتحان بالنسبة للموضوع الامتسيكيوات فصراحة انا شوف انه كلش كلش من الواحد يفكر بالامتسيكيوات الـ theoretical exam هو يعني يمكن اسهل بارت من هاي الامتحانات اللي تمرد اكو جزء كبير من الدرجة على الامتحانات العملية يعني ما لازم تستهين بيه ويعني ما اشوف اكو فايدة انه تقرأ امتسيكيوات جراحة من هسه زيان وعندك مثلاً امتحان جراحة عملي بالارجاء بعد اربع خمسة سابيع مزين ام عني بالني اشوف الامسيكيوات زيب أم شيكيوات AIDS مو هسه وقت هاي الا ان ه هو projet خاص في اله هوو وقت يعني شهر الرابع شهر الثالثان الشهر الرابع منها ذا جايا زيب بحيكون الحت cohort دورها أهم اهم الامسيكيوات واحد ما يخاف انه الامسيكيوات يكون كلش هوا يهو ويعني ما يلحقلها الان راح يلحقلها لم يكن مضغوطة يلحقلها أما هسا فيحاول يتفنن بالمسيكيوات يلقا ويضيع وقت به وار أنا ما أشوف هذا وقت المسيكيوات أشوف أن هذا وقت من الواحد يرتف معلواته ويحصلها بطريقة صحيحة صارت لك يعني فرصة أنه تقرأ مسيكيوات فممكن ليش لا؟ ممكن تقرأ دافتسون مسيكيوات دافتسون بالميدسين تقرأ بالجراحة مسيكيوات بايلي ان لاف أنا أحبه مسيكيوات سيرجوري اسسنس أيضا بالجراحة طبعا كل هاي المصادر موجودة بالتليجرام إنت بس نبحث عليها نحن تلقاها حتى اسسنس يعني ناشر حمزة أن لا ممكن بالأطفال يعني بري تست ونيلسون يعني هاي المسيكيوات المشهورة اللي ممكن تجيب الأطفال وبالنسائية أيضا مرات يعتمدون على بري تست وحتى تين تيتشارز عدهم بورد ريفيو عدهم أسئلة ممكن تجيب فهاي معظم الأسئلة اللي جدت من مصادر خارجية هي جدت منها زيان يعني أنت إذا تقرأ هاي الأماكن زيان بالمسيكيوات قرأت هاي تكس بوكس بالمسيكيوات يعني ومالتهم يعني chances are إذا جاء السؤال خارجي رح يكون منعتهم أما إذا جاء السؤال الخارجي مثلا من MRCP بلاب متل وين زيان يعني chances are إنه ما رح تعرف إلو بقيت تحضر لتقرأ يعني هاي المصادر لمدة خمس عشر سنوات زيان فيعني اعتمدت على الأشياء السمبل على الأشياء اللي يعني إذا أجي من هالسؤال المفروض تتحسر إنه ما قرأتها منها زيان مفروض تتحسر إذا أجي سؤال خارجي وإنت يعني مقاريه من ديفيدسون أو بايلي أو سرجري اسسنس أو بري تيستو نيلسون بالأطفال أو بري تيستو التين تيتشيرز بالنسائية هنا بس يحوق لك تتحسر بقيت الأماكن لا يعني يعني يؤكو كل شبوز هواية بالدنيا ممكن الدكتور إيجيب من عدها إذا بالمسيكيوات زيان فإذا عودت نفسك على هاي المصادر خيرا على خيرا أنا أشوف إنه هسا موقتها بس إذا عندك وقت إضافي عندك ساعة ساعتين باليوم تيتحطها المسيكيوات ستحطها بالأماكن اللي تستحق تعلم بالأماكن اللي عليها يعني برسنتجة عالي إنه تجيو هي هاي الأماكن وأخيرا قبل ما نبدي حديث الروتات حاب أقول لكم إنه يعني ماكو امتحان راح ينهي كل شيء والثالث ما راح ينتهي لحد آخر امتحان زيان يعني أنا بالنسبة إلي حفزت نفسي بامتحان النسائية مالتي اللي هو كان آخر امتحان عملي إنه مثلا إذا جبت بي خمسة وثمانين أو جبت بي مثلا واحد وتسعين هذا الفرق بين الخمسة وثمانين إلى واحد وتسعين تقريبا راح ينأكس على أو بوينت أربعة أو بوينت خمسة درجة بالتراكم المسادس زيان واللي هي تنقل حرفين مركزين ثلاثة فوق جوه زيان ما أقول إنه هاي هذا الشيء كلش مهم وهذا الشيء لازم نخليه دائما على بالك بس يعني شوف أكو فرق يعني هاي النس درجة يمكن شنا نتعب عليها كورس كامل بالثالث وبالثاني وبالرابط أشوف هو مجرد امتحان بالنهاية الواحد أصلا يقول ياه يا ريت أخلص بنهاية السنة زيان يا ريت أخلص بس هذا آخر امتحان وأخلص بشوف الفرق اللي بين الدرجات اللي ممكن تصير زيان الثالث راح يكون هيد شيء مليئ بهاي الأشياء إنه ما راح ينتهي كل شيء لحد آخر امتحان وكل امتحان ببوتنشال يرفعك مراكز وكل امتحان ببوتنشال اللي ينزلك مراكز نبدي بأول روتة اللي هي روتة الأطفال طبعا راح أشرح الملخص الروتة على هذي من قناة ستاجير جورني راح أعطي لكم اللينك مالتها بالوصف كل الكريدت للطالب اللي يمسويها اللي هو طالب من دفعة 92 اللي هو أحمد حيثم أي روتة الأطفال ثمان أسابيع زيان وثامن أسبوع معين حسب لأنه هو الامتحان فأنت تقريبا عندك سبعة أسابيع وزاد الأسبوع من الامتحان طبعا مثل ما تعودتوا بالخامس أنه أكو يوم معين بالأيام من الأسبوع راح يكون بامتحان بس عائلة أهل الأطفال يعني يمتحنون يوم الأربعة والخميس يعني أحد وثنين وثلاثة من هذا الأسبوع الأخير أيضا راح يكون بدوام الامتحانات أربعة خميس مرات تصير ثلاثة أربعة خميس حتى يسيطرون على الأعداد زيان وتحظك والدكتور اللي يطلع لك أكو أسبوع آآ طوارئ وأسبوع مركز صحي وأسبوع استشارية بس صراحة هذي كانت بثمين بدفعة تثين وتسعين خليش رحلكم أن يصار بدفعة احنا قدنا احنا قدنا سبعة أسابيع زيان فشان أكو أسبوع زيان هذا الأسبوع تروح بيوم الأحد ويوم الثلاثاء للمركز الصحي زيان والباقي ما الأسبوع زيان كان للطوارئ وأكو أسبوع آخر من رث الأطفال رح ترحون بي للأوت بيشيند كلينيك اللي هي الاستشاريات اللي تكون موجودة بحماس الطفل الخمسة سابع الباقية رح تقضوها وين رح تقضوها بالردهات مثل ما تشتو تاخذون بالخامس هس إذا نجي للأسابيع عندك الأحد والثلاثاء والمركز الصحي يعني أكاد يكون سفرة زيان المركز الصحي اللي يكون يعني آآ بشارع فلسطين صار يم الصخرة آآ رح ياخذوكم محاضرة لمدة نص ساعة إلى ساعة الأشياء اللي يشرحون بيها محدودة آآ ما كان أكون امتحان إحنا بسنتنا بالسنوات القبل لنا كان يسوينا امتحان بالمركز الصحي بالطوارئ بالسنوات القبل لنا همين كان يسوينا امتحان إحنا لا بس نروح للطوارئ اللي هي البناية بصفحة مات الطفل وناخذ بها الساشن عادي زيان فقبل هاي الأشياء هذل أسبوع كان عليها امتحانات وجزء من درجة هذل الامتحانات كانت صرع السعي هذا الشي اللي غب دفعتنا فممكن يرجع يا ممكن لا فيعني اعتمادا على وجود الامتحان أو لا رح يحدد الجود اللي رح تبدله بهاي الأشياء اللي صار بالطوارئ هو تكنيكال كان قبل دكتور نصرة ياخذنا ويعني امتحنا امتحانات عملية لدفعة 92 أما يمنا فلا هاي دمجوها ويروتها الماينر ما الطوارئ اللي هم والاسبوعين حطه وجزء الأطفال وبقى الأطفال بس يجلي فرفرة يعني ويمكن يوم تقريبا يكون بوينتلس يودوك بي بالطوارئ مع الحماة الطفل وياخذوك ساشن معين نص ساعة ساعة ويطلعوك للبيت يكاد يكون هذا الاسبوع هو اسبوع النزهة بحماية الطفل ثاني اسبوع نزهة هو اسبوع الاستشاريات زين رح تروح للاستشارية طاقوا كل الاستشاريات اللي ممكن يعني تلقاها حسب الايام وتقعدين دكتور معين تفترون على عدد استشاريات ممكن باليوم ممكن تلقون دكتور يشرح لكم ممكن ما تلقون دكتور يشرح لكم المنتالة هي ما الشخصية التي تحكم هو اللي يعني مثل ان نروح يلحق الدكتور هو اللي يخلي شرحها ان هو مهتم هو اللي هي اللي رح تقنع بعض الدكاتور ان نشرح لكم رغم انه هما يكونون عن صحة بالنسبة لي شخصيا اكثر الاستشاريات اللي استفاديت منها هي استشاريات الهيماتولوجي لانت هنا كذا رح تلقى حسنيا ودكتور حسنيا ودكتور مازن اللي رح تكونوا كلش مهتمين نشرحولك مثلا تلقى دكتورة سماهر واللي شخصيا يعني استقبلتنا مرتيا وشرحتنا وخلتنا نفحص يعني. من الاستشاريات الاخرى المحلوة هي استشارية النفولوجي. ذيان اللي بيها دكتورة نريمان واللي كلش تشرح حلو. وبيها دكتور وسام. يعني كلش يكونوا مهتمين بطالب وشرحوله. هالا استشاريتين اللي جربة. ما ادري بالبقية اذا كانوا يعني مهتمين بالشرح او يشرحون او لا. بس يعني هي هذي الزخمة عادتا يكون عليها اقل. ويعني الدكاتور اللي بيها يكونوا مهتمين بالشرح. والاشياء اللي رح تكتسبها هناك الخبرات اللي تكتسبها هناك رح تبقى وياك كل شهوة. ليس اتذكر التفاصيل التغذية والنفروتك سنروم اللي تعلمتها من دكتورة نريمان هناك. فالشي اللي تاخذه رح يكون اه يبقى وياك. طبعا اكو اكو شي غير قانوني يعني سويتها بوقتها. زيان اكو يوم بالاسبوع حسيت انه ماكو فائدة فراحت تسللت بقية الساشينات. لانت مثلا القروب مالتك مثلا ذات شت القروب ثري رح تاخدوه مثلا هذا الاسبوع تفوتون بهذا اسبوع. وبقية القروبات يرحون غير اماكن. زي مثلا بقية القروبات تروح بالردهات. فاني ممكن ان تسللت الى بقية قروبات ويعني دخلت الاستشيان مالتهم. ويعني ممكن هناك الاستفادة رح تكون اكثر مثلا تاخد استشيان يوم تكتورة الرباب او نيبال او كذا. فاني ممكن راح تستفاد اكثر. بس تحتاج انه يعني ماتصر رحب هده الشي بشكل. العلني لانو راح ينزعجون انت عاي في الاستشارية ورايح للردهات. عموما اللي يدور اه استشارية زينة ممكن يستفاد من هذا الاسبوع. بس قلت لكم هو يعني يكود يكاد يكون نزهة لانو ما كو دكتور ياخذكم ساشن من بداية النهايته. زي طبعا هاي الاسبوعين ما ما الطوارئ والمركز الصحي والاستشاريات هي من الاسابيع اللي لازم الواحد يستغلها ويبدي يقرأ نظري يحاول يعني يمشي بالمادة اكثر لانو هي ما عليك متطلباته هواية ما راح تحتاج تحضر للساشن مثلا فتحتاج تمشي بالمادة. وعندك خمسة سابيع للردهات. زين. اه بالنسبة للاطفال قلنا انت لازم بخلال الروتة لازم تكون مطالب انو تقرأ المحاضرات النظرية جميعها. زين عندنا تقريبا ستين الى سبعين محاضرة نظرية بالاطفال. يعني من الاشياء المطالب بها انو تقراها. لانو اذا ما قرأتها يعني اكو رسك فاكتر انو يطالك دكتور يطالبك بهاي الاشياء بالامتحان مع النهاية الروتة. وانت مطالب بها اول وتالبي الامتحان ما تثيري. ف اكو ملاحظات ما الدكاترة همين لازم تقراها. اكو ملاحظات منشورة. اه لانو الدكاترة عادة يميدون لتكرار ملاحظاتهم. كل دكتور عنده سيت اوف نوتس عادة يكررها وممكن يعني يعيدها بالامتحان. فهذه درجات مجانية حرامات انو ما تقراها. حرامات انو تضيحها. زين. كذلك الحال يعني هاي الامتحانات السابقة همين اذا تقرأها خصوصا باخر اسبوعين من يقترب بالمعاود الامتحان. انو تعرف انو التجارة بطلاب القبليك سواء بالخامس من امتح ايش سائلهم دكتور وسام دكتور نيبال وهكذا زين بالخامس والسادس هاي التجارة بتاخذهن ويعني تستفاد منهم وتعرف الاسئلة اللي تتكرر عند كل دكتور. ملاحظات الدكاترة كلش توازي ملاحظة يعني المحاضرات النظرية زين يعني ما يكفي بس نظر يتروح لامتحان تحتاج نظري ملاحظات الدكاترة وياها زين. قدت الملاحظات رح تاخذها من السنوات السابقة اللي احنا مجمعيهم موجودة بمدفات. وتقدر ايضا تعتمد على الملاحظات اللي تاخذوها انتو بستشنات ما تكون راح تاخذون يعني خمسة سابع بستشنات يعني تقريبا اه خمسة وعشرين محاضرة فهذه همين تكون بها نوتس. اذا تقدر تاخد اه ملاحظات من من يعني طلاب القروبات السابقروبات الاخرى اللي وتكونون ويكونون وياكم. همين راح تستفاد. راح تضعف هايات خمسة وعشرين ربا ما تصير خمسين وخمسة وسبعين. خصوصا اذا قلتها يوم بيومها ما راح تحس بيها. زين يعني اذا قلت باليوم مالتك زين قلت سيت اوف نوتس مالتك. وقلت مثلا اصدقائك اكو رضي اثنين ثلاثة كانت تشتغل بيومها. فقلت ملاحظاتهم على السريع مجرد اخذت شات وياهم وعرفت انه شنو الاشياء اللي سئلوا بها شنو الاشياء اللي حبوها. يعني يوم بيومها ما راح تتراكم عليك هالاشياء وراح تكون مواكب بملاحظات الدكاترة. من الاشياء الاخرى اللي راح تكون بالامتحان ما النهاية الروتة. هو الامرجنسي. اكو اه اسئلة قصية عن الامرجنسي واكو سلايدات. هو الامتحان ما اه يعني نهاية الروتة عادة يكون عليها مثلا اطنعاش الى تلتعاش او الاروطعاش درجة. وباقي الدرجات راح تكون لالامرجنسي والسلايد اللي هنا راح يكون الدرجة راح تكون من عشرين. زيان. يعني تقريبا ستة سبعة اثمان درجات حسب يعني تقسيم كل سنة. راح تكون على الطوارئ وعلى السلايدات. الطوارئ يعني اني ناشر ملف بقناة بيدياند لوف. ملف كامل اللي كل الاحتماليات اللي ممكن اللي يمكن يسئلونكم بيها بالطوارئ. يعني نادرا ما راح يجي يعني اسعي طوارئ خارج هاي الاشياء. منتبه د قاري ثيري. زيان. وقاري هاي يعني هذا الملف اللي راح نشرته. ساعتها حتى لو اجي شي خارجي من عدن يعني راح تقدر تصنع يعني فتشي يكمل آآ هذا الاستي بسببت ثمانين تسعين بدمية. فيعني اذا قلت هالاشياء يعني you are safe بهذا الامتحان. بالنسبة للسلايدات في يعني كل ما تقرأ اكتر سلايدات كل ما احسن انت عندك تجربة ويالسلايدات مع الاطفال. زيان. تحتاش تقع ملفات اكتر من القنوات المنشورة. عندك قناة بيدياتريك سلايد. بيدياتريك كما هو اسمها. به هواي ملفات. يعني ممكن تقرأ من عدها ملفات جد ما تقدر اثناء الرتاح. وحاول انصحك انه ما تراكم هنا عليك. تحاول تقرأ السلايدات مرة بعد مرة. انا ايضا شارح بعض الفيديوهات مع السلايدات. زيان تلقى اكفة فيديوهين الفريا عدنا على بالقناة مع اليوتيوب. زيان فعني ممكن من هالاشياء تستفاد عن الافكار اللي موجودة بالسلايدات. انا صراحة احب انه تقرأ السلايدات يعني. يعني. يعني اثنان مات تقرأ السور المهمة اللي موجودة بها عادة بالملازم النظرية نميل الى انه نهمل السلايدات. فانت اثنان ماذا تقرأ السوري حاول يعني تهتم بالسلايدات. يعني مثلا اذا. حاول انه تقراها. حاول ان تعرف مثلا شنو يعني شنو يعني شنو تعني زيان. فبهاي الطريقة ايضا رح تضمن هواي من درجات السلايدات قبل ما تبدي تقراها اصلا. طبعا تحتاج بالاطفال. تحتاج انه كل يومية من هاي الايام هاي الخمسة سابيع. زيان. انه تاخذ هستري. تروح الصبح وانت مطالب بهذا الشيء. وحيانا لعدهم دفسر وعليه ممكن درجة. زيان. اه درجة من السعي على الهستري ويختمونا كيلا بنهاية الرؤية وحاول تقدم. زيان حاول تقدم هستريات كثيرة. لازم تسوي هستري. لازم تتعلم تسوي وانت اخذتهم بالخامس. فيعني ما راح تعاني حتى ترجع لنفس مستوى كليجينت بي بالخامس ورح تبني بي. زيان فرح يكون عندك خمسة سابيع. اذا عندك بهاي مجالب هاي الاسبوعين. اه انه ترجع للم هستري اخر. فيعني راح يكون كل زيان. انت مطالب تاخد خمسة وعشرين هستري. بهاي الاسابيع. اذا زيرتك خمسة اخرى فيعني راح توصل كلش حلو. انه انه بنهاية السنة او بنهاية الرؤية سوري. تكون درجتك عالية بالاطفال. لان الهستري عليه جزء من الدرجة. الهستري وطريقة اخذه. يعني كل اشتفرق. طريقة القاءة كل اشتفرق. فحاول لما تاخذهم من تتعارك وياهم. وصدقني بعد اسبوعين ثلاثة هو من طلاب راح يكونون متململين من الرؤية. زيان. فم هنا يجي دورك انه تقدم هذا الهستري. ويعني. تطاخخ. زين وتشوف انه شنو الاشياء اللي ممكن يرزلك عليها. شنو النقطة اللي يوقفوك عليها. زين حرفين راح يتذكروك. لما تكون انت شخص اللي دائما بالسيشن مالتك تقدم. لما يجي وقت الامتحان انه يعني اا يكون اكودكتور يعرفك. اكودكتور يعرف انه انه يعني يعني بايام مروتة. فهي راح يطيك مكافأة عليها. هي تشغلة فري وممكن تضمن لك درجات. فيعني. يعني الواحد مفروض يلاحق الاشياء اللي فري اللي يجيب لها درجات. واللي هي تكون سهلة. بس مجرد انه يقدم هستري قدام الدكاترة. طبعا اكو سمنار. يعني ما حطت بالاسلالات لانه صراحة مو كلش مهم. اا يحطوكم عليه. ويعني تحاولون تسويه خلال هاي الفترة. تتفقون يا الدكتور اموناتكم. تتفقون ويا الموضوع. وموضوعات السمنارات عادة هي مواضيع مهمة. همو ما يختاروها يعني اعتباط يختاروها المواضيع اللي يتكمل الثيوري. فانت لما يعني السمنار انت راح تسويه وراح تحطى سمنارات بقية الطلاب. يعني انت مجبر انه تحطى السمنارات بقية الطلاب. تقليلا اكون عشرين خمسة وعشرين سمنار. فيعني الافضل انه تكون منتبه اثناء السمنار سواء كان حضورية او الكترونية خاصة في كل سنة شون يساوه زيان الافضل انه تكون منتبه هناك. الافضل انه يعني تلخص السمنار بيومها. مثلا لما يجيك سمنار من الابر جي اي بليد زيان من يومها من وقتها تسمع للمحاضرة وتحاول تلخصها لانه هاي المواضيع تكون مهمة مهمة ممكن تجيك بالاستعادات ممكن تنسئل بها بنهاية الروتة ويعني اعرف انه هي مملة وانه هي الواحد ما يطيقها وتكون بنهاية اليوم احيانا هي هاي السمنارات وما حتح يكون ببال التلخيص بس انت لو سوتها يوم ويوم يعني يوم بيومها احسن ما تتراكم عليك بنهاية الروتة اللي هي باخر شهر باخر شهر واخر اسبوعين قبل الامتحان صدقني ما راح تذير تقرير فالتعامل والسمنارات صدقني احسن حل واسهل حل انه التابع الطالب اللي يقدمها هما مجموعة من طلاب راح يقدموها وانت تكون مستمع فيه تقريبا معظم السمنارات وانت راح تقدم سمنار واحد زيان فا جست لسن زيان ان سمرايز اذا تشنت كلش مطفي ويعني ما بيحل ذاك اليوم انه تسمع اه هيش سمنار من طلاب وكذا فبس على الاقل الاقل الايمان طبوا بانبوس زيان ابحث عن هذا الموضوع اللي اخدتوا بسمنار ورجع سوي الى سمرايز اشن لخصة زيان الصفحة اللي بانبوس تكون قليلة مختصرة مرتبة زيان فممكن تعتمد عليها حتى تغطي السمنارات واهم شي يوم بيومة فهسا انت يومك بالاطفال زيان اتبيكال داي بالروتما الاطفال راح يبدي مثلا الصبح زيان انت لازم بمستشفى حماية الطفل تقريبا من ساعة سبعة سبعة وثلاثين خلا حتى ما نكون بيرفكشنست سبعة وثلاثين انت بمستشفى حماية الطفل تقريبا الحد ثمانية وثلاثين الحد يعني التسعة في كثير من الاحيان لازم تاخذ هستيري لازم سوي يعني المرضى زيان بعدين تقريبا تسعة للدعش اه راح تكون عندك محاضرة زيان وهي المحاضرة اما تتقال تحاول تقدم الهستيري بيها ايديا اللي نتقدم هذا الهستيري بيها تستمع للدكتور تاخذ الملاحظات من الدكتور مراض هاي استيشنات تطول تقريبا للاثنعش زيان فيعني مية تسعة للدعش هذا الرين جمالتها بعدين ترجع للبيايز وترتاح ويعني اه اتنام بس احيانا 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 هاي الاثنعاش ممكن will be extended يعني مثل الاثنعاش للوحد ونص زيان اه اكو سمنار مو دائما مو باول اسبوع مو باول اسبوعين بس من اسبوع الثاني والثلاثي بدن السمنارات فيعني اه هذا الوقت اه راح تسمع وتحضر السمنارات مراتي حول لكم يا الكترون بنهاية اليوم زيان يعني بالسبعة بالثمانية بالدسعة بالليل بس يعني اخر تحديث انه كانت هيجي كانت تاخذها حضوري فانت مهمتك هنا نتلخصها بعدين ترجع للبيت لنقول انه اه انت تقدر تكون رادي للدراسة اجين بالخمسة للستة بي ام لنقول الاثنعاش بي ا زيان او الاثنعاش اي ام زيان فشلو الاشياء اللي لازم تقراها بهذا اليوم لازم يومك يكون بي على الاقل خمس محاضرات ثيري لا تقول لي خمسة هواية لانه الخمسة انت المفروض قاريها انت ذا جال من البلوك الثاني زيان فانت هستوك ما اخذ اطفال ذا جال من البلوك الاول فانت امين ما نروع على مادة الاطفال فانحتاج علاقة الخمسة ما لازم ثيري وانت اثناء ما لتقرأ الثيري لازم تقرأ السلايدات وياها زيان يعني الصور اللي موجودة بداخل الث حاليا فخمسة الاثنعاش اه على اقل خمس محاضرات ثيري لازم محاضرة تمشي بياك بشكل سريع ايديالي انت تكون مسوي سمري للسيمنار اللي مأخوذ زيان مو دائما رح يكون عودكم سيمنار فاذا ما عندك هذا الوقت رح ترجع الضيفة للثيري والسلايدز ايديالي ايديالي تاخد لك وان توبيك من ملف الطوارئ زيان ملف ما الاميرجنسي حتى ما يتراكم عليك شباب هذا الملف ما الطوارئ يعني كلش مقسم كلش حلو مرتب بالمواضيع مرتبة مية وعشرة سلايد انت مدار على مدار روتا اذا ما تخلص لك الموضوع مثلا اليوم تحتاج تقريبا مثلا المانجبات والاكيوت 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 والاكروب ممكن تاخد لك موضوع ان سوى موضوع واحد على حسب الصعوبة مالتا زيان فهذا الملف ايديالي مفروض يكون خلصان اثناء الروتا زيان اه وتقسمت الطي يعني مجال ربع ساعة نص ساعة باليوم كلش يكون زيان هذا باليوم العادي بالنسبة للحمال الطفل اه خلال هذا اليوم ايديالي ممكن يعني تراجع مثلا في التكنيك معين بالاكزامينيشن ف تشيب الاكزام ممكن ما تكون ضابطي مثلا تاخد لك فيدباك على الهيستري مالتاك مثلا تكون اشياء اضافية بهذا اليوم مثلا انه تراسل احد الاستراحة مالتاك تكون تراسل احد من ذاك السابقروب اللي اخذه ومحاضرة مثلا دكتور مونيب اليوم اليوم بالرد هات فتقلوا مشون الملاحظات مالتاشن الملاحظات مثلا دكتور مناف وهكذا زيان هاي بالايام العادية اما بالنسبة للأيام العطلة اللي ما رح تكون عندكم الجماعة والثبت فانت عندك بداية اليوم لنهايته فراح تبقى تست تمر بنفس هذا الجدول بس هذا الاكسترا تامي اللي رح تكون اللي رح يكون رح تخصصة للنوتس مال داكتورز النوتس اللي مالعوام السابق انت ايديالي مفروض انت ما اخذ النوت مالتك اثناء ايام الاسبوع يعني مثلا اذا تاخد يوم الاحد مثلا دكتور ويسام فانت مفروض يوم الاحد اولادي انت حضرت السيشن والاخصته وهذا هو بعد مفروض ما يعني ما ترجع تقرى من جديد وايديالي بليتل تشات ويه البقية يعني ويه بقية السيشينات مثلا يوم الاحد كان اكومونيب ااخد ذاك لقوب مثلا كان اكو دكتورة مينير وتاخد داخل القروب تعخذ ملاحظاتهم يعني ملاحظات لما تكتسبها بطريقة تشات ويه اصدقائك هتكون كل السهلة وتمشي ويهاتك زين ما تقصد هنا بهاي نهاية الاسبوع تاخد ملاحظات الدكاترة مال السنين السابقة زين ما اللي احنا هي ملافات موجودة عم جمعيها منشورة اصلا بقناة فيديانلاف واذا تقدر لما تبي بمرور الاسابيع تكتسب الخبرة رح تضيف عليها الاكسبرينسيز مالطلاب مالسانوات السابقة يعني مالامتحانات زين شنو التجارب مالتهم مش سائلة دكتور فلان مش سائلة دكتور نيبال سائلة دكتور محي ونيب صادق وهكذا هذا الايديال اه بلان اللي ممكن تسويه بمستشفى حماية الطفيل خلال هاي الشهرين عنا شوية ممكن صرت بهاي البلان بس عدقين هي كلش ابليكابول زين يعني واحد يقدر يطبقها انا من الناس اللي يعني بتنسى خطب السمنارات متشنت اتابع هواي السمنارات البقية زين بتتاخذ شورت كاتس احاول بس يجي اقرر على الموضوع يعني بامبوس او بغير مكان حتى بس امشي وهذا هو زين بس اذا سويت هاي البلان على مدار الشهرين بحماية الطفل او طبقت ثمانين تسعين بالمية صدقني يعني انا شوفك من الناس اللي يعني اذا الامتحان من عشرين زين ممكن تكون من الناس اللي يكونون ستاعش عند بلاس بالدرجات وطبعا درجات بالاطفال ما اوصيكم انه ماكو 19 وماكو 18 و 17 تنلقي بالقوة فهذا يخص الاطفال مثل ما قلنا اذا نرجع على المحاضرات المحاضرات نعتمد على محاضراتنا اللي نشوف على البلوبرنت وشوف اذا اكو نقوصات لو لا رح نقاهها مثلا على محاضرات طب الموصل مثلا الاشياء الاضافية اللي ما موجودة بالمحاضرات معتنا المحاضراتنا كلش كافية صدقوني اكثر من كافية اللي يريد روح اكسترا ممكن يجرب نيلسن بس صراحة يعني اشوف هذا انه كلش اكسترا اشوف هذا كلش زايد بس اذا عندك تايم ماينات بس يعني شرحت لك التسلسر ما اليوم واعتقد رح تكون محضور كلش بوقتك وما رح تتلح حق يعني تفتح نيلسن الا بالمناسبات الدرجات مالته هو انه عشرين درجة على امتحان ناهة الروتة اربعين على نظري هذا الامتحان الوزاري واكوار بعين درجة بالبراكتكال اندير اللي رح يتقسم همين الى امتحان عملي اللي هو لونكيس ويتقسم الى سلايدات ويتقسم الى طوارئ يعني باسيكلي نفس الامتحان من نهاية الروتة رح ترجعت عيدة نهاية السنة بس منها بعين درجة الاطفال خلصت هسنبدي بروتة الباطنية من الملحظات الاساسية بالباطنية انه اكو ممكن تختبر بيها بالامتحان زين يعني انا اقول لك من الرينال سيستم يعني اكثر الاحيان رح يبتحنوك على ابتحانات السي كي دي يعني بالبراكتكال خلال هاي الشهرين رح تحانة نهاية الروتة مالتها السي كي دي والديالسيز والاي كي اي زين بالنسبة بالكارديو والكونجستف هارت فيليار او يعني الهارت فيليار بشكل عام والفالفلر ديزيزز هي اللي رح تكون من الاشياء المهمة عندك ممكن ممكن بالنسبة اقل بالنسبة اقل زين وممكن يختبروك بعد بالهيماتو بالانيمياز واللوكيمياز يبتحن بالميدسين على هيماتو بالاندوكراين تكون مضبط كيسات بالنسبة للرسبة اللي هو عادة رح يكون اكتر سيستم يعني ممكن يختبروك منها السي او بي دي والاسمة ممكن يعني تتاجه تضبطها وتفاصيلها يعني يمكن هو من اكتر السيستمات اللي ممكن يعني يختبروك بيها بالنسبة واحد من اشياء المواضيع وبنسبة اقل فالمواضيع اللي بالعملي بالميدسين مو هي الشي اللي ينخاف من عنده زين لانه رح تتعلمهن ورح تنعود عليك الملاحظات بس انت تحتاج خلال هاي الشهر انه تكون مخلص تقريبا لكل محضرات الميدسين لانه ما عندك المكان تقرأ عليهن ما عندك غير وقت تقرأ بهن زين الوقت رح يمضي ورح تكون مشغول دائما بغير روتة ما رح يكون عندك نزهة تقرأ بهن بغير وقت زين الدرجات نهاية الروتة عليها اثناش زين العادية وبالشهرين وبقية الدرجات على الماينرات يعني بقية الماينرات رح يأخذون بعض الدرجات اكو اربعين درجة على الثيري بنهاية السنة اكو اثناش على الشورت اثمان اشعال اوسكي لانه تقريبا رح تمتحنوها في شهر ستة ملخص الماطنية رح تشوف انه هي ثمان اسابية تتقسمون على الطوابق زين يعني مثلا انت رح تكون بالطوابق التاسع الوحدة الثانية والوحدة الرابعة ورح تبقى بيها على طول الشهرين هذي زين ودكاتر ثابتين يعني مثلا عندك الاحد للخميس كل يوم اكو دكتور ماين ياخذكم سجن زين فيبقون ثابتين بس انت مطالب خلال هاي الروتة انه تعرف بقية الدكاترة الشون فالرول ما دكتور نوتس ايضا يلعب دور لانه بالامتحان ما يمتحنو كذول الدكاترة زين بثنا بالطوابق التاسع الوحدة الرابعة انت فاكت اصلا بالامتحان عندما رح تمتحن بالطوابق التاسع الوحدة الرابعة رح يخلوك تمتحن كل مكان عدى المكان اللي انت صار تقريبين هاي الشهرين فيفضل انه تقرم ملاحظات الدكاترة جامعين احنا ملاحظات الدكاترة يفضل انه تعرف الجماعة هناك شنو الاشياء اللي يحبوها يعني مثلا بالتاسعة الوحدة الثانية واللي كانت عبارة عن نسفة في مرضم ايام الاسبوع زين بس هناك الجماعة بالوحدة السادسة كان يجيهم دكتور معتز ويعلمهم على اللي تكون هو وقاعده والاستخدام المصدر الوحدة وهتش اشياء فانت يعني تحتاج هالاشي لانه انا مثلا بنهاية الروتة بتحني اللي كون معتزو سألني على هاي التفصيلة اللي ما تشترح اعرفها لو ما اني مثلا متابع جدي يصير بالميندسين بغير اماكن جدي يصير بالردهات الاخرى زين فهاي شغلة الميندسين تقريبا اثناش ممكن او تلتعاش زين بس وياها شنو وياها خمسة على روتة روتة ماينا ويعني اكو على الطوارئ اكو درجتين زين فهذه همين راح تكمل الدرجة اذا نكلوها تناخذ باسبوعين منفصلات عن الشهرين اللي راح تاخدون الشهر المرميلسين هي هاي اللي عليها تلتعاش درجة بامتحان نهاية الروتة زين فهذه مفصولة واحد انها طبعا يقولون انه اكو كوزات خلال الروتة اربع كوزات من مادة النظري صراحة هالشي ما صار هذا بدفع تين وتسعين كان هالشي كل اسبوع اسبوعين يمتحنوهم احنا لا احنا ما يمتحنونا هذا الشي احنا بنهاية دفعة تلاتة وتسعين سوونا امتحان واحد بالنهاية او امتحان نظري زين بنهاية الروتة راح يكون عليها جزء من الدرجة نهاية تلتعاش درجة مقسمة جزء منها لامتحان مثل امتحان نظري امتحان بالقاعات الذكية اضافة الى امتحان اللي يكون هو امتحان عبارة عن فانت اصلا مطالب انه تقرأ المد هذا الامتحان زين ما الامسكيوات ومطالب تقرأه لانه انه راح تمتحن به بالنهاية بعد بالميدسين اكو مثل اللوغبوك اللي يكون مهم اكثر من بقية الروتات اللوغبوك لازم تاخذ به هستريات ثلاثة واكزامينايشن وتتناقش به قدام الدكاترة ثلاث مرات كل طالب مجبر انه يقدم ثلاثة هستريات زين وراح تنظموها بينكم وبين الممثل مالتسا بقروب مالتكم وراح ينظم هو الدكتور مالت زين فحتى يعني الكل راح يحضب هاي الفرصة يعني ما راح يصير بها السباق الكل راح تتنظم تنزلون بالقروب مالتكم انه فلا راح يقدم هيتش يوم وهكذا زين وهاي عليها ثلاث درجات ترى شباب يعني كل دكتور مثلا اكو دكتور قيم من الدرجة يعني مرات انت تقدم له هستري اكو دكتور مثلا يطيق خمسة وتسعين اكو دكتور مثلا يطيق سبعين اكو دكتور دكتور تقم خمسة واثمانين ايه بالنها صراحة موت كلش راح تفرق لان هي كلها غاية انجمع وتتقسم وراح تفرق لدرجات يعني هي تفرق بوينتات قليلة جدا بس قد يكون من الحكمة انه انه انت يعني تعرف نمط دكتور تك وتختار دكتور اللي يطيق درجات عالية والي يكون قريم بالدرجات عادة وتقدم يمه للاهستريات مالتك مزيلا يعني حتى مو شرط استعجل انه يخلصنك طلاب يميلون انه يخلصون الهستريات ماتهم خلال اسبوعين ثلاثة انا اشوف اذا خلصت الهستريات ماتك خلال اسبوعين ثلاثة هاي الثلاث واجبات هذي زين وتسويها بالبداية انا اشوف زين ما رح تكون عندك هذا الترقب انه بعد بقى لكيس وتقرأ وتحاول يعني تستكشف زين فما اشوف انه اكو داعي الاستعجال قسمها كل اسبوعين اخذ لك كيس وقدمه قدام الدكتور عم وتاخد به الدرجة الوقت اللي بالمدسين لازم تتعلم به هواية سكيلز اه لازم يعني اه تاخد هواية الهيستري طبعا هي بس هنا اخر مرة يمكن رح تصيرون بالمدسين زين فيعني امتحاناتهم مو امتحانات هستري حتى من تنسيح النهات الرؤية ما اكون رول للهيستري فيعني امكن ها بس ها تلث هستريات تسويهم بالمدسين باقي الاشياء لازم تركز على التكنيكس والسكيلز مزين والابروتش زي شون تنظم المعلومات بالمدسين طبعا شباب بالنسبة للمدسين فمو بس هاي السيستمات اللي نعرفها يعني مو بس كارديو رسبا هيماتو جي اي تي نفرو واندو فبامتحان الامسكيوات هذا اللي بالنهاية انت مطالب ايضا انه تقرأ مرحلة الثالثة زين ومطالب ايضا تقرأ رومتولوجي رومتولوجي لا تقرأ ملازمها بالنظري زين بس الانفكش ديزي صراحة كلش هواية انه الواحد يرجع للمرحلة الثالثة ويقرأ كل ما لازمها اه انا بالنسبة لي لكي تقراها على تكنيل بالتلقرام اه مساويتها طالبة من دفعة تسعين او واحد تسعين وكانت يعني دائما يعني الامسكيوات تجي من عدها وصراحة راح عاجز احط لكم اللينك ودورة فا او يا الله هاذي يعني اسا دقيتها زين راح اساوي لها كابي لينك وحطها بالجسمة بسيب ميسج حتى ما انساكم يعني بصراحة هي هي فائدتها انه كلش اه تختصر لك الاشياء المهمة وتطيك يعني طريقة الاقراءات بطريقة كلش مختصرة يعني عدو بتصرف عليه ساعتين وكذاك خلصت الانفكش بسهولة زين هل اول كليش اناف انا بالنسبة لي راح اشوف شنو اللي اعتمد عليه بالرابع شنو المصدر اللي اعتمد عليه بالمحن الرابع بالما لازم زين راح اعتمد عليه وراح اضيف عليه كلش راح يكون طبي بالميديسن اللي اكيد راح تلقى موضوع ويديدينت منشن بالسنوات مالتنا فالميديسن تقريبا من اكمل الاشياء اللي عندنا زين استخدم نفس مصادر استخدم النوتس واستخدم يعني فهيسا يومك بالميديسن اه ممكن تروح سبعة ونص هنا سبعة ونصة ثمانية صراحة الميديسن ما بيضع كل اللي يطلب الموضوع بالاطفال فعندك تقريبا ساعة ثمانية للتسعة هاي الساعة يعني الافضل انه مثلا تروح بها بتورز ويا دكاترا تحاول تسوي اكزامناشن وتلقى فايندينكس اه هاته الشي كلهش راح يطلق خلال خلال السنة كلها زين فهي الساعة هي شي طبعا حتى اللي يطلقكم يا زين اللي مطلوبة لعطكم ثلاثة هستري اذا الاشياء المطلوبة بينه تورز من دكاترا وانه انت ملاحظ بروسيجرز وهي الاشياء يعني لكلي انه تلقاها خلال هاي الساعة زين فهي الساعة راح تكون مفيدة من ناحية اللوغ بوك ومفيدة من ناحية اللي تتعلم خلال الرؤية بعدين تسعة تقريبا لداعش راح تكون راح يكون عندك اه محاضرة وبعد راح ترجع للبيت يعني ما ماكو سمنارات مثل ما هي موجودة اه بالاطفال هو صراحة اكو بس ويعني حتى موجود عليها باللوغ بوك اكو سمنارات اكو سمنارات يتقدمة يمكن اثنين او ثلاثة بس صراحة الطلاب يغلسون عليه والدكاترا يغلسون عليه والكل يدري انه مغلسين عليه بس ما حد يقدر يقول هالعبارة بصورة اه احني اه اوتلاوت وهي صراحة مفيدة يعني اذا اذا مثلا اه سوركم سمنار على مثلا او شي هي مواضع معينة يختارها دكتور معتز وتسوين عليها سمنارات او يعني اشياء اه سريعة اه اتفيد اذا صارت سيرتنلي اتس نوت هارمفول واحد يقعد يصغي لها اذا ما صارت الواحد يرجع يقرب البيعه احسن عموان الستارت مانتك راح يرجع تبدي مثلا بالخمسة اللي الاثمعاش مثل ما اللي نقول اللي بي ارلير بعد احسن اكيد تحتاج همين خمسة ثيري لكتشارز باليوم لازم تكون مضبطها تحتاج ملاحظات الدكاترا شباب لانه الميدسن ايضا بي المنت انه الدكاترا يسئلون من ملاحظاتهم الا احسن consciousness اللي بعض الاشياء اللي حبوها ملاحظات دكاترا موجودة حاولوا تستعملوها حاولوا مثلا اه يعني كل يومين يعني كل يومين الى ثلاثة تخلصوا الملاحظات دكتور معين زين خصوصا ملاحظات مثلا دكتور ايهاب دكتور فراس العبيدي زين دكتور معتز زين لانه يعني انا اشوف انه ها الاشياء اللي راح تكون عادة غريبة عن عما هي عليه ينبقيه أتفى المباقي يعني مجرد كتير ممكن يكفيوا اياهم الدول يعتقدوا انهم ملاحظات دكاترا يعني يفتشين بشكل سريع يعني مجرد معلومات مدسن عامة انت بس تقراها وهذا هو هذا اليوم اللي رح يكون بالمدسن هس نغطي البلاء العظيم اللي هو الجراحة زيان كحال بقيت الروتات انت لازم تغطي زيان لانه زيان لانه زيان مهمة اقوم محطة من ست درجات بنهاية الروتة بعد شهرين من من جراحة يسئلك بها زيان ممكن يروحون للاي موضوع زيان صح مرات مواطئة محدودة بس ممكن تلقى دكتوريكس لك اللي هي موضوع يعني مو ابت شائع ومو ابت راح تشوفه بالروتة فالافضل انه تخلص هاي خلال الشهرين راح يكون عندك وقت كافي انه تخلص هاي الاشياء تحتاج لانه امتحان شورت كيس ايضا بهذا نهاية الروتة من ست درجات زيان وعادة هاي من اكثر نقاط الضعف اللي تصير بطلاب الجراحة زيان بالبراكتكال سكيلز والشورت كيس فرجاء شباب اللي هتغلصون عليها وحاولوا تدربون عليها خلال هاي شهرين اكو بلان اني انشرته للشورت كيس وامتحانات الاوسكي للمرحلة الرابعة نفسها راح ينطبق على مرحلة السادسة بمواضيع المهمة زيان فحاولوا ترجعوا لهذا الفيديو والملفات اللي انشرتها بالقناة مالتي ستقولوني هذا ا اكثر شي تحتاجوه يعني اني جربت اقرب هاي الطريقة بثلاثة امتحانات مرة بالرابعة امتحانة شورت كيس جراحة بالفورث كريد وامتحانة شورت كيس بالسادسة بنهاية الروتة والسادسة بنهاية السنة وصدقوني بس بالاعتماد على هاي الاشياء اللي قلتها اني بالشانل الماتي زيان اه اللي نشرتها بحمزة اندلاف مصدقوني واني شخص يضيع هواية درجات بالعملي هذني ثلاثة امتحانات كانت افضل ثلاثة امتحانات بحياتي وعرف منهن ان طلعت منهن وما نازل عن التسعين فاقل الايمان خلال هاي الشهرين شباب اتبعوا الخطة اللي قدتها راح تخليه كل جزين بيعني اشياء مثل الثايرويد البوست اوب الووند اكزامينيشن وهاي الاشياء راح تستعدلها بشكل كلش مثالي ازيان فهاي نهاية الروتة تقريبا من اطنعاش اكو اربعين عالثيري اكو اربعين بنهاية السنة واكو ليش هو طبعا السيرجري تكون من اطنعاش مو من عشرين مثل الاطفال لانه اكو ماينرات والماينرات اكو ماينرات بالسير وهاي المناط راح تاخد منها الدرجات فبقية الدرجات تقريبا ثمان درجات راح تتقسم على اليورولوجي اللي هو ماينر تاخده مدة اسبوعين وتتقسم على الكسور اللي هو هامين ماينر تاخده مدة اسبوعين ملخصة جراحة ثمان اسابيع الاسبوع الثامن هو يعني انتحاننا هاد الروتسة قلت لكم اورال لهذا تحتاجون نظري قلت لكم شورت كيس لهذا تحتاجونه براكتيكال سكيلز طبعا بسنة هم كان الطابق ثابت ما يتغير على طول الكورس احنا بالنسبة لكل كل يوم بمكان شكل يوم فوق يوم جوا يعني حسب الدكتور اللي يكونه عليك طبعا اكو بالجراحة ايضا يوم الخميس زين اكو مزم خاصة هي ثمان ما لازم بالسكيل لاب هادي مهمة لانه اكو بنهاية الروتة ايضا اضافة اكو امتحان سلايدز زين وهذا يمكن على درجة او درجتين فهذا امتحان ايضا مهم ويعتمد على الصور اللي موجودة بالسكيل لاب في يوم الخميس ايضا يعني راح يكون من الايام اللي تحتاج تقريبها منزمة السكيل لاب لانه عليه درجات طبعا حتى هنا ما مذكر احنا باخر سنة انه اكو اشياء مثل التوتوريالز زين هاي توتوريالز بالجراحة تقريبا انه اكو ستة الى ثمانية توتوريالز على المواضع المهمة زين ودكتور يقدمها مطالب يقدمها وبنهايتها اكو كوز والكوز يعني يقولون علي درجة وممكن يكون علي درجة من درجات السعي زين هاي توتوريالز كلش مهمة شباب كيش لانه هي المواضع المهمة حرفين هي زبدة الجراحة وهواية من الاشياء اللي تنسئل بيها بالاورة راح تكون من التوتوريالز اني سويت حصائية على الأشياء اللي نسئلت بها بالأورال شاءت عبداً ثلاثة من كل خمس أسئلة أنسئلها يعني بنهاية الرؤية ونفس الشي تكرر بنهاية السنة شاءت من مواضيع هاي التوتوريالز فيعني انت حارفين تقدر تضمن النجاح بالأورال والجراحة بس من قراءة هاي التوتوريالز هاي التوتوريالز هي عبارة عن أبر جاي بليدنك بريست هرنية ثائرود هي هاي الأشياء المهمة الأشياء اللي يعني لازم الواحد يقراها زيان فالتوتوريالز راح تكون بأيام متنوعة ممكن ثلاثة أو أحد مثلا من كل أسبوع بعد ما تخلصون المحاضرة ماتكم هو يبيها كوز ويعني الواحد راح ينجبر يقراها فهم اللي تضيعوها وحاولوا تركزو عليها بالامتحانات ما النهاية يعني بنهاية الرؤية لا تروحوا انت مقاري مواضيع التوتوريالز طبعا الجراحة هو ثمان أسابيع بس أكو أسبوع يعني استثنائي لكل طابق هذا الأسبوع راح تاخد به بيدياتريك سيرجري أقو أيام منтобياتريك سيرجري وكو يامنا للنيورو سيرجري ISSstanding هياه هو نفس الأسبوع أسبوع الواحد كل واحد بيهم بيه ابتحان وهذا الامتحان علي درجة البيدياتريك سيرجري علي درجة نيورو سيرجريع Έدركن من ضمن مائنورات احنا قلنا استرناك tanta لي ياورولوجي وككسور حتى انسيت اقول لكمني ولا بيدياتريك سيرجري علي هنا الении Kelvin فتشوفون به عن الدرجة هي هي بتساعد نهاية الرؤية آآ طبعا نهاية الرؤية ممكن يكون به السلايدات أيضا اكو اه ثلاثة للكوزات. اكو واحد هال البدياتريك سيرجيري واحد لنيورو سيرجيري ثلاثة البولية ثلاثة كشور. صراح لدخل نفسكم بموضوع يعني التقسيم الدرجات من هسه. بس اللي تتحاجد عرفة انو يعني الامتحانات اللي يتمتحن بها بروتات الجراحة هي امتحانات مهمة. هي امتحانات عليها درجات من السعي. فانت لازم ما تضيع. وانا احب هالبروتات اللي يكون بيها امتحانات اجبالية. وبها امتحانات عليها درجات نسعي لانه هي اللي تجبرنا نقرة هي اللي تخلينا من الشتت بايام معينة من نسوي من اليوم لانه احنا ملانين لأ راح نجبر لانه باشر عندنا امتحان. طبعا الجراحة لازم تقرأ بيه ملاحظات الدكاترا بعد اهم من كرة اهم من الاطفال واهم من الباطنية انو تكون بيه ملاحظات دكاترا لانه لكل دكتور مثهب خاص بالجراحة ويعني اكون دكاترا بس تحفظ ملاحظاتهم وتروح تجاوب وتفول عندهم بالاورة. زيان فيعني حراماتها ضيحة. الاسئلة مسريني السابقة. زيان. اه كلش مهمة بالجراحة. كوهوية بوغل ما الاسئلة. يعني تجارب طلاب. زيان كلش موجودة بوهاي بالقنوات. فهمين حاولوا تقروها خلال الروتة. اه صلوا انو مايجيكم لورد فولدرمورت. وبصراحة لورد فولدرمورت بالجراحة هو يعني. اه دكتور. زيان. اللي يعني اوكي انا اتفهم انه هو اسئلة صعبة بس اكو اسئلة صعبة تختلف عن اسئلة. يعني مثلا انا اود بي اوكي انو مثلا انتحني دكتور حيدر الشماء بالنسائية. لانو يسئلك عالكيس. يسئلك شي معقول. يسئلك شي منطقي. صح صعب بس منطقي. صح تقييمه بالدرجات مو حلو. ما يطيق درجات هوية دكتور حيدر الشماء بس اهون. زيان دكتور النبال بالاطفال كذلك. انو يعني رح تسئلك بالكيس. رح تسئلك باشياء معقولة. اما هنا فمع جول اتدغدغ بالابدوميال ايجزامينيشن. شو رح تسوي له? شون تتعمل ويا واحد يتدغدغ بالابدوميال ايجزامينيشن. وش تفكر شي منطقي ما رح تقولك لا. اه اذا اطيني تسع اسباب انو الشخص اذا انظره طلقة. ببطنة هي انو تطلع الطلقة. ايجي اكو اشياء غريبة جدا. زيان ربما من اطلاع الدكتور. ربما من من حبه للمعرفة وحبه كذا انو يحبها. زيان بس اسئلته غريبة. اطيني انواع المي. انواع المي ما الاسالة. انو بطيني الانواع السرير ما يعني ما ادري. انا بالنسبة الي ما ما احب ابد انو امتحني يمه. انا بالنسبة الي اذا كنتم ممثلما من حالتكم رح احرض الطلاب انو يعني اقدم طلب انو ما اخليه امتحنا. انو استفعد من الامتحانات مالتنا من هسة. زيان? حتى مايجي طالب بنهاية السنة. واني رح اكون متحاملة هنا بس. لازم الواحد يعني يحكيها للسالفة. مايصير مايجي واحد بالنهاية يخسر درجات كلش هو. يخسر درجات بالهبل. لانو جا دكتور يعني يسأله اسئلة غريبة. حرام كل هات الجهد اللي يسوي الواحد خلال شهرين ينضيع بهش اسئلة غريبة. البقية يمكن تتعاملوا اياهم. يسألون اسئلة صعبة اوكي تمام. بس لما تسأل اسئلة صعبة ويكون درجاتك وتقييمك كلش معني اسئلتك يعني حتى يعني درجات تطيها كلش قليلة. انت هنا تتضم طلاب. وصدقوني راح تبقون تخافون انه يطلع لكم بكل امتحان. زي ان بكل امتحان جراحة. اللي هي مرة اه بنهاية الراتة ومرة بالنهاية وحتى بنهاية السنة. فاذا كنتوا مرحلة من قلب واحد حرفيا. انا بالنسبة لي راح يعني احاول بطريقة معينة انه ابعد هذا الرجال عن الامتحان ماتي. ابعد بطريقة قانونية ويا العميد ويا كذا. بطريقة ودية انه يس. انا اعترمك انا قدر الدكتور جيد. بس انت كل ما تمتحني تظلمني. وبعد بكيف. كميوني تدو ات انا دو بلوما تكوية اكيد. زيان بطريقة ودية نطيثة. زيان بس يعني الافضل انه ما يمتحنكم. لانه راح يجي طالب وينظلم و وح تصيره هواية. واخيرا بالجراحة. اه يشد بيلد اون يور نوتس. اجين هاي من من اهم الملاحظات اللي ممكن اعطيكم اياها. لا تقول على بيلي شباب. لا تجي تقرأ كله على بيلي. زيان. كل صعب. جيب المحاضرة مع الدكتور مؤيد مع راتنا بيلي. يعني هو اللي معتمل شوية من بيلي جائب اشياء معينة هنا. وحاول اضيف عليها نقاط معينة. احاول اقرأ هالا المحاضرة. بعدين سريع لبيلي سريع لأمبوس. احاول بس اضيف لها ملاحظات معينة. مثل الملاحظات تعلمتها بستشنات. احاول اضيفها عليه. زيان لا تحاول تقرأ اشياء جديدة. بالكامل. يعني ما اعتقد انه هادا تهم افشينتة وما اعتقد انه هادا معقول. وراح يوقعنا بالفخر لح الجناب البداية انه هادا الشي رح يسلب من عندك القدرة على التمييز المهم من المو مهم. بالتكسبوك رح تصير يعني كلش طماعه عبارة كل كلمة مهمة. هاي شغلة. الشغلة الثانية قلت لكم انه بامتحان ما رح تندم على هاي اشياء متشانت موجودة بمنازمنا. كلش قليل. نسبة للامتحان ملازمنا بالكلية قبل. وكانوا يجيبوننا اسئلة صعبة. فروزاري كلش ارحم. فيعني اذا تقدر ابني على ملازمنا. ابني اه على الاشياء اللي موجودة عندنا. ما كانت مخربطة انت رتبها. كل ما ترتب الملزمة انت رح تبقى ببارك اكثر. زيان. فتقدر تستعمل انبوس. وبايلي ممكن تستعمله بس يعني مع الحذر الشديد. لانه صدقي احيكون مزعود جدا اذا اعتمدت بالكامل. اذا اعتمدت على انه انت اه انا جاي. جاي فاتحك يا بايلي حتى اضيف نوتس. وسلايدات على محاضرتي العصلية الموجودة في قول بلاده. انا انصحك بهذه طريقة. هاي طريقة كل الزينة. رح تاخذ وقت بس هي كل الزينة. ويحتبقى وياك الملزمة المحدثة على بايلي. بس انه تعتمد على بايلي بالكامل. وتفتح عبالك انه هو هذا اللي رح يكون الكمباني المالتك خلال السنة. اكو بيكم ناس اثكى مني. اكو بيكم ناس اطول نفسا مني بالتعامل مع المصادر. بس بالنسبة لي بالنسبة لي بشي اعتبره معقول ويمشي الوقت مراته ويشي العشته بالسادس. هذا اللي اقترح. خليه احجي لكم على يومكم اللي يصير بالسجري تقريبا رح تروحون بسبعة ونص زيان. الحد ساعة بالتسعة وثمانية ونص زيان. رح تبقون تنتظرون باللوبي مع المستشفى اللي يكون بالطابق الاول وتنتظرون من الدكتور مالتكم حتى تروحون للطابق مالتك. وصراحة هذا اكثر ممكن تلاحظه بالجراحة. والافضل انه يعني انا بالنسبة لي افضل وقت لاستغلال هادا الشي انت جاي صبوح ومبدر ومتريق وصرف على نفسك وجاي وربما دافع قراج سيارة ودافع فلوس حتى توصل. استغل الوقت. استغل وروح للطابق. اي طابق اختار طابق الجراحية بمستشفى بقداد. وحاول تتدرب على الاسبكت ما الشورت كيس اللي حتشينا عليها. زين. مدام ياك خطة يعني ممكن تخاف انه تتدرب على الشورت كيس لانه ممكن ماكو خطة ماكو شي واضح قدامك ويعني تحسي صعب. بس الاشياء اللي طراحتهم بالفيديو زين ما العداد للشورت كيس الفيديو المنفصل اللي ناشر بالقناة والملفات اللي موجودة. المفروضة تتوخر هاي الرحبة. فساعة ساعة ونص كلش كافية انت تدرب على هذا الشي مرضى ما الجراحة كلش متعاونين. البوست مو اوب ما الجراحة كلش متعاونين. ليش? لانه قليل الطلاب اللي رح يسوون هيت شي. زين? مو مثل الباطنية اللي اربعة عشرين ساعة عليهم بالاطفال همين يعقون منهم هستريات ؟. الجراحة لا اصلا ما يستقلون يلقوك. زين? فيعني حاول هيش تسوي حاول التورد. إذا شفتهم. زين حاول تعلم من عنهم. لانه صدقني هذا رح يكون عليها بان حولehب بالنهاية يعني نهاية الروتة. زين? وكور ممتحان بتنهاية السنة. combتحان���نهاية السنة. وكذا. مو مثل الباطنية اللي عادة نستشعر رح يكون بها من هال اشياء. مو مثل الاطفال همية. فانت لازم تسوي هنا بنفسك. عندك خط تحاول تسويها. وعندك يعني رح يروح يروح فحرمات. حاول تستغل له. بعدها بالتسعة تقريبا للدعاش ممكن. ايش وقت يعني? بتاعش داعش ونص ما يعبرون اكثر من هاد الشي. رح تاخذ المحاضرة ما الجراحة. اي وشد بي اكتفينيت اكيد. ام ما يطلبوا معتكم هستري ناظرم اذا اطلبوا معتكم هستري الدكتور رح يختار موضوع يسوي تحاول تنتبه للدكتور وتفضيلاته تحاول تكون تحاول تشارك لانه محتمل انه يجيك انا يحب هاي اللي تنطي للدكتور انطباع انه اذا اجيتني بنهاية الروتة رح تنطيني درجات يعني عن نسبة اللي يجي افكره بكل انه هذا اذا احتماليت انه جانب بنهاية الروتة رح يطيني درجة اذا جيت منتبه ومتعيقظ ويعني اشارك وفاعل ويا. زيان. اه في احيان معينة رح تكون شسمة هاي الايام من الاحد العربعات اقصد مو يوم الخميس من اسكلاب. عدك يعني سمنارات مرات من الداعش للاثناش للاثناش ونص. اكو سمنار مفروض تكون قاريلة من قبل بيوم. زيان لانو بيكوزوا على درجة. فلازم تكون مضبطة. وبعد هترجع للبيت ومن ترجع للبيت يعني اف كورس وينيت تو اه منش انه لازم تقرأ من الخنسة للاثناش مثل جدولنا اللي حجينا عليه ممكن يزيدين قص حسب الايام عادي يعني مو مفت شي مقدس هذا زيان تقرأ بيه يعني ممكن تكون يعني بالثيري انه تقرأ الثيري اللي يكون للسنار اذا عندك سنار خلال الاسبوع حتى تخلص من عنده من وقت تحاول تقرأ ايضا دكتور نوتس ويعني ملاحظات ذاكاترة مجموعة موجودة اه تحاول تخلص لك الدكتور بيوم يومين كلاثة بزاي زيان لانو تحتاج تبني جمالتك وعندك يوم الاربعة الخميس عندك يعني يوم الخميس يكون فانت يوم الاربعة من ترجع شوية تقلم ما لازم الثيري اللي تقراها انت مفت تقرأ ثلاثة الى خمسة ثيري بالجراحة شوية راح يكون اقاد من الباقين للمواضيع الجراحية شوية معقدة زيان فثلاثة الى خمسة باليوم اذا آآ يعني تقدر يوم الخميس راح تحتاج شوية تقلل من هذا الشي وتمشي باتجاه لانو موضوع همين من المواضيع المهمة اللي تتفاعل بها تحتاج انه تعرفها حتى يكون امتحان السلالات بالنهاية يكون عليك خفيف فاي هالي الخطة اللي تتحجب الجراحة بنهاية الاسبوع بتحاول تمشي اكثر بالثيري يتحاول يعني تغرموا العظات الدكاترا وتقلل تجارب مع السنين السابقة الجراحة كلش عليها الثقل كبير للسنين السابقة واللي يتجارب الدكاترا زيان السنين السابقة اقصد بها تجارب الطلاب اللي يمتحن مثل يمدكتور منذر يمدكتور باسم رسام يمدكتور مؤيد يمدكتور مهند وهكذا زيان لانه دكاترا يميلون الى تكرار الاسئلة مالتهم زيان فايه ايامك راح تكون بالجراحة اكو اسبوع راح تكونون بيعني آآ بيدياتريك سيرجيري ونيورو سيرجيري وهي ملاتهم تقول لها تقول محاضرات النظرية مالتها يعني تستغلون انه تقول محاضرات مالتها راح تنجورون تقول لانه اكو امتحانة بنهاية يعني الاسبوع اذا اكو سؤال على الجراحة فرح يعني بعد ما اخلص القاني راح نطلق الفقرة الاسئلة راح تكون بها اكيد هواي اسئلة عن الجراحة الروتة الاخرى اللي راح نحشى عليها هسا القانيكولوجي النسائية والتوليد زيان طبعا اخوائي راح يتردد مصطلح انه هي روتة سهلة وبسيطة بس موضوع القانيكولوجي مزعج ليش لانه انت اذا بديت بالبداية وبديت من شهر سبعة زيان ما عندك شيء اخر تقرأ او ما تحس مثلا انه انت ملزم تقرأ كسور وانت مثلا فتت كسور وما قرأتها زيان فتقول اوكي احا عوض بالقاني خصوصا اللي يبدون بالبداية ما راح تكون عندهم هاي الرفاهية انه مالتهم يقدرون يقتطعون من عنده بعض الاشياء زيان وذا اخدت كراحة يعني الموضوع حرامات زيان لان غيرك راح يكون يوصل لقانيكولوجي بشهر اثنين وبشهر ثلاثة هو يعرف شن النواقص مالته شن الاشياء اللي ما قراها عادر فممكن يعوضها بالقانيكولوجي اكو مساحة وفسحة بالقانيكولوجي انه الواحد يقرأ غير اشياء ايه زيان بس اذا انت بديت بالبداية راح تقاني بصعوبة انه تليقى المادة المناسبة اللي تقراها فعاني نصيحتي اللي يبديها من وقت اللي يبديها اول روتين اه اقرأ كل شي بالقانيكولوجي وخلاص احاول اذف حيلي على الجانيكولوجي لانو اولا بتتشوف انه هو وقت امتحان اورالوعسكي بناهاية السنة الخلاصة انه ممكن امتحان تويكم ارلوا في نهاية السنة اللي هي شهر تقريبا ستة سبعة وهذا الاورال ممكن يشمل اي موضع من مواضيع ان لمازمة الجانيكولوجي هاي الشغلة والشغلة الثانية ممكن فعلا تحصل على دكتور صعب. يعني انتو ممكن ذات امتحن يوم الاحد ممكن تجيك مثلا دكتورا تنتحن يوم يوم الثانين لاجيك دكتورة активروا 3000 تبتحني يوم الثلاثات جيك مثل دكتورة دكتورة اشراق. يوم الاربع عام جيك دكتورة يسرى او دكتورة فرح. اه يوم الخمس كذلك يعني اكو ايام اه بالقينيكولوجي اكو ايام دكاترا اللي يمتحنون على مدار الاسبوع اكو ايام اكو دكاترا صعبين. واكو دكاترا يعني ما رح يمشوا ياهم هذا اسلوب التسقيط وهذا اسلوب تحضير الكيس. وما رح يسئلوني بس بهذا الكيس. ودات سيت رح اخذ درجة كاملة. يعني اكو دكاترا ما يمشوا ياهم هذا الموضوع. فانت حفاظ رعاية درجاتك هنا والتحضير اللي نهاية السنة المفروض بكون قارزين بالقينيكولوجي. هو اه ثمن اسابيع الاسبوع الثامن يعني نهاية الروتة. اكو اسبوعين عمليات اضافة الاسبوع اخر بعمليات ومركز اه صحي. فتقريبا رح تلت اسابيع هيش عبارك اوف بالنسائية. زيان عبارك كل شي ما تاخدون. وصراحة هو ما رح تاخدونه هاي اشياء. لانه ام رح نروح هناك بصالة العمليات. التعلم بها محدود جدا. الاشياء اللي رح تكتسبها وتكون مفيدة لك بالامتحان تكون محدود. فيعني مو هاي رح يكونوا متفايتة انه يقرون بال يعني يقرون او يحاولون يفهمون بايام العمليات. فممكن هاي هاي ثلاث اسابيع من العمليات. ممكن الواحد يعني يقرأ بها النسائية وينطلق بالمادة اكثر. اذا ردي تسوي غير الشي. هاي ثلاث اسابيع من عمليات غير النسائية. وتشنت مواثق من نفسك انه باقي اربع اسابيع من النسائية. هتقرأ كل اللي زيان. هتضبط امورك كل اللي زيان. فاللي اقترح لك بيه انه تمشي بالكسور. على الاقل تقلأ لالتروماتولوجي ما الكسور. يعني لانه كل شي حرفيا كافي. الجراحة كافيها شهرين. البولية كافيها اسبوعين. النيورو كافي اسبوعا. وهكذا. بس الكسور هو اللي تحس ما يكفي اسبوعا. فاذا كان عندك وقت اضافي بالنسائية تجد تحطها لغير مادة. فحطها للكسور. حطها لالتروماتولوجي. فهاي ثلاث اسابيع قلنا هي تش عبارة عن عمليات بس بالنسائية. من هذل الى اربع اسابيع عندك اسابيع رح تقضيها بالاستشارية. الاسابيع ممكن تاخذ مستشينات بالردهات. يعني احنا احنا لا تتعلم وراح تكون اكثر. هنا ممكن ياخذوكم مستشينات وممكن يعني آآ يشرحو لكم. بس بهاي الروتة بالتحديد الواحد لازم يكون موتيفيتد ولازم يكون يعني آآ يعلم نفسه بنفسه. حال روتة اذا تشد طالب شاطر رح تنزعج منها كلش. زيان لانه رح تلاحظ بهواية احيان ماكو ماكو مثلا آآ محاضرة رح تقريكو هواية. الاتزام بالوقت استغلال الوقت اثناء وجودك بالروتة يعني ما رح يكون تمام. فلازم تعلم نفسك بنفسك طبعا اكو اسبوع واسبوع طوارئ زيان اللي هنا خمسة ايام كل يوم اكون موضوع زيان من مواضيع الطوارئ والنسائية. البي بي اتش والديستوشيا وهاي المواضيع ويمتحكم الكوز. بيوم واحد من هاي الايام يختارون الكوز وهذا الكوز عليه درجة. الحضور عليه الدرجة. طبعا ما يحتاج اواصل انه تلازم الدوم كل يوم من ايام الروتة لانه ما تعرف يا هو اللي ينخصوك وما تعرف اشي قد ينخصوك. نجي للاسئلة الشائعة. هل ما لازمنا تكفي بالنساء؟ صدقين تكفي. بنسبة كبيرة من عندها تكفي. بس اللي قلت لك انه اللي الشي اللي تحتاج اتطيفها اثناء مرة تقرأ اضيف عليها ملاحظات. زيان ملاحظات تحرن من ايجيبها انا قلت لك اكتر طريق مختصر هو كل شيء هو يطيق هذا الابروتش اللي يعني يساعدك حتى بالامتحانات العملية. تريد تفتح تمام. يعني مو اه مو من المصادر للتخوف. ما اقول لك انه مثل نالسن ولا انه مثل يعني ممكن الواحد يفتح ويضيف ملاحظات على الملازم مالتها. بس اهم شي انه ما تقرأ على المصدر ديركت لي. زيان? اجيب المصدر وتضيف عليه ملاحظات عالملزمة اللي انت قاريها. عالملزمة اللي انت تاخذها. ايي اي. اكو مواضيع مثلا بالأنترسكس بمواضيع الاسكشوالتي. ها يا الاشيا ملازم هنا هتفتقر لها زيان. اكو مواضيع بالهيماج. زيان يعني مثلا والانيميا والبيينانيا. الها يعني هذه اشياء ملازم هنا تفتقر لها. زيان؟ فيعنيكم بالنسائية ايه اكو مواضيع كامل احنا ما رحاتشن عليها بملازم ناو تلقيها يعني بغير ملازم فتروح بالبلوبرنت وشكش ان المواضيع اللي ما موجودة اللي ما يعني موجودة عندنا كمواضيع ورح تيجي وتقراها كاملة اخر شي احنا سونا نقلناها على طب الموصل زيان لانه قلت لك الريزنينك بهايند ذات انه احنا نروح على اكثر مكان اللي يكون بوسبول انه تيجي من عند الاسئلة لانه المدير الاسئلة رح يكون من طب الموصل فرح نقلنا على ملازم مو هناك بس هاي شنو شباب خلوها رجاءة مول كل الملازم خلوها لملازم الجديدة فقط للملازم اللي ما موجودة بملازمنا اما بقيت الاشياء فضدقوني انا جربت امتحانت امتحان وزاري على ملازمنا قرأت على منزمة دكتور حيار الشما قرأت على ما لازم دكتورة اشراق. قرأت على ملازمنا وجاوبتنا عادي تمام. فما رح تتأذى بالملازم اللي مالاتنا موجودة مواضحة بس قلت لك المواضع اللي اصلا ما متطرقية لها زيان هاي لازم تروح تجيب هنا البلو برنت وتروح للملازم طب الموصل. خلني يجي اليومك بالنساء شون لاح يكون. اذا تجي مثلا من السبعة ونص. اه للتسعة قبل ما يبدي هاي بالارب عسابيع اللي خارج وقت العمليات زيان. اه وقت العمليات رح يكون يعني هاي تلات اسابيع اللي رح تكون تقريبا نزهة يفضل انه تجيب وياك ملزمة زيان. اه تقراها تحاول تقراها اثناء ما تكون بسلات العمليات لانه مو هاي رح تلقى هناك مو هاي رح يعني الناس تجي تعلمك مو هاي الناس كين هناك انه يعلموك لانه مجغولين بالعمليات مالتهم. زيان. فيفضل انه تبدل انت رح تبدل السكراب ماتيك حتى لا تبقى تنشغل بانه ها رح تفتيش ها غياب رح يسجلون غياب او هيتشي فارتدي الملابس ما العمليات زيان. وياك نجيب زيان فهذا ملزمة معينة حاول تقراها ملزمة او براق معينة حاول تقراها على مكان بقاعدة. اذا ارادك اتطوب رح اتطوب. اذا ما ما اتطوب فانت عندك اه ما لازم. انا اشي تقرأ حرفيا في هذا الوقت ما العمل. واني صح نصحتكم تقنون كسور بس يعني احتاج انه اتطلع علمات. اه فذات. اذا عندك وقت اضافي تقرأ بي يعني بحالة عمليات يفضل انه يكون من من لازم ويفضل ان تكون من من لازم التراوما ما الدكتور عمار ما او ما لازم دكتور فراسي اللي تكون ما هذا هذا بالفترة الصباحية بالايام ما العمليات. بالفترة الصباحية ما الايام ما الارتحات والاستشاريات فيفضل انه تاخذ هستري. زيان. اه شوية رح يكون صعوب من ناحية الفيميلز خصوصا لما تكون بالاستشارية. بس عادة في معظم الاحيان رح يطبوا معكم وكلش كلش طلبوا منكم او هاي. فيعني مو هاي رح يكونون مركزين بياكم بالنسائية ورح تقرأ تتعلمهم فيديو ومو هاي رح تطلب موضوع منك براكتس. بس الهستري كلش مهم يعني تحتاج تتعلم تاخذ هستري بالنسائية لانه رح تمتحن هستري بنهاية الروتا رح تمتحن هستري اه بنهاية السنة. والهستري افضل ما كان يناخذ به هو بالاستشاريات. زين? لانه انت اصلا رح تمتحن هناك. زين? فدخل الاستشاريات. دخل الاستشاريات الاورام. استشاريات القايني. استشارية الاستتريكس. حتى تتعود على هذا الجو لانه امتحنك رح يكون هناك وانت ما رح تعرف من الدكتور اللي رح يمتحنك بنهاية الروتا. فيعني الدكتور ممكن يجيك من كل مكان. فانت يفضل انه ما اخذ استرياتي بهاي الايام. زين وراه رح تاخذ المحاضرة عادي وترجع للبيت. بالبيت اغين تحتاج انه تمشي بالتيريز يعني قلنا هذا وقتنا مال الخمسة الى اتناعش. نحاول نمشي بالتيري ما لازم دكاترا يعني او يعني الملاحظات ما دكاترا اكو ديفيشنسي شوية بيهن يعني بالنسائية ما تلقى اكو ملفات دكاترا مثل بقية يعني بقية يعني في فضل ان تستبدلها بالتجارب. تجارب طلاب. زين اكو تجارب طلاب كل شوية من سنة اتنين وتسعين واحد وتسعين وما لاتنهمين صارت كل شوية. زين فتجارب طلاب اذا تقرأت تقراهن خلال ايام الاسبوع حيكون كلش حلو. زين خصوصا خصوصا اذا انت شخص تقدر تتوقع ايام امتحانك. يعني مثلا اه يقنون قائمة الاسماء ربما اول عشرين اول ثلاثين يمتحنونه باول يوم وهكذا على مدار الاسبوع. فاذا مثلا قدرت تتحدد مكان امتحانك مثلا ما بين الاثنين والثلاثاء فانت عندك جدول الاستشارية وتعرف منه اللي ياخذ يوم الثنين والثلاثة. زين. فاجي مثلا يوم الثنين احاول اقرأ تجارب طلاب اللي بيدكتور حجر الشماع ويدكتور عفراء ويدكتور زينة ويدكتور رغد الثلاثة ويدكتور اشراق وصباء واخلاص وهكذا. اريد اعرف جدول الاستشارية عندي اريد اعرف التجارب طلاب ويهدول الدكاتر والامتحانات اللي ياخدوها بيهم. زين. فالمهم انه تقرأ ثلاثة الى خمسة محاضرات تحاول تقرأ تجارب طلاب من وقت. امتحان هاي تلروتة راح يكون من من عشرين. وراح يكون من الامتحانات اللي يعني يعتمد على الهيستري والديسكشن اللي يصير بينك وبين الدكتور. حالة حالة الامتحان بالخامس. مس يفضل شواب انه خلال هاي الايام من الروتة ايضا تقول مواضيع الاوسكيوة النسائية. يعني المواضيع خصوصا خصوصا المواضيع الانسترومنتز. زين. والمواضيع مع. زين. او يعني مو موضوع الفاميلي بقانا. قانه احيان دكتور يسئلون به. يعني ممكن نجيب لك الدكتور تجيب لك اه. وتقل لك شنو هذا وتقل لك عرف الياه وتقل لك شنو. زين. وكل هاي الانواع مع الانسترومنتز اللي يستخدمه ممكن يجيب لكم ياها. ممكن يسئلكم بالكشيء اضافي ممكن يزييد درجاتكم بالامتحان. هذا بالنسبة للامتحان من نهاية الروتة اللي يكون من عشرين. اه اكو سنة يعني انت راح تمتحن اربعين ثلاثين مع الوزاري. وقلت لك الوزاري ما لازمنا راح تكون كافية الا اضافة الى مواضيع البلوبرنت. زين. وبعدين بالنهاية ايضا راح تمتحن امتحان سلايدات من خمسة عشر درجة. ووقع خمسة وعشرين درجة هذي راح تتقسم بنهاية السنان. هذني معني بشهر ستة ورا ما تمتحن امتحان نظري مالتك. هاي الخمسة عشر راح تكون سلايدات. زين. آآ الاستلاعات هذن يعني انتم بتحنتوها يمكن بالخامس يعني مهم من مواضيع الاوسكي مواضيع المواضيع الشائعة بالنسائية ما يجبون اشياء صعبة بيها. هاي الخمسة وعشرين درجة تتقسم امتحان من عشر درجات. وامتحان آآ كيس. مثل امتحانك اللي يكون آآ بنهاية الروتة. بس هذا الفرق ما لاته وين. هذا صعوبة شنو. هذا صعوبة انو عادلتا راح تمتحن بالردهات. زين؟ بالوردس. فاحيانا اذا انت ايام الروتة قدرت تاقض استريات من الروتات فهم عادي. هم تمام. مو شرط تاخذن من ال outpatient clinic. ال outpatient clinic راح يفيدك بنهاية الروتة. اما بنهاية السنة فكيسات البوست اوب والكيسات اللي يكون الروتات هاي الكيسات اللي راح تكون مهمة. او ان شاء الله يعني هذا لتشيلوا لهم. حاليا ركزوا على الروتات ما راتكم نهاية الروتة. هاي الاشياء ان شاء الله راح تكون يعني حنسوي على ها فيديوهات بوقت. فممكن ننزل القايد لهاي الاشياء وهال الامتحانات وشون تتعاملوا اياهن. ومثلا ما راح تشاهد على كل كيس بوست اوب راح تكون ذكي باختيار الكيس المعينة وتفصيلات معينة كل الشهوية. ما رد ارهقكم بها هسه. ان شاء الله بوقت. اذا بقيت عايش والله طول بعمري. فيعني مفروض سويها لانه حرفيا هاي سنة راح تكون قاعد وما عنديش وما عنديش شغل عمل. هذا بالنسبة للنسائية. المصدر ما الامسكيوات قلنا اذا تريقرون فرح تقرون على بري تست. زين والتين تيجرز ايضا عدهم يعني مصدر الامسكيوات. فخيل في انا اذا اطاعتكم وقت اضافي خلال الروات تقروهن. بس انا اقول ان الواحد يقر الامسكيوات من هسه ممكن يعني قرب موعد الامتحان نظري لنهاية السنة ممكن واحد يلا يقراه. هس احنا خلصنا الرواتات الشبيرة. اه عادة انه السالس هو عشر شهور. زين. اه كل شهرين دروتها من هاي الرواتات شبيرة. فاطفال راحة باطنية. زين? الشهرين الاخريات رح تتقسم. زين? هاي الاثمان اسابيع. يعني شهر الاثمان اسابيع. رح تتقسم على اربع روتات صغيرة. زين? هاي الماينورات تتقسم تكون اميرجنسي وتكون اه درجاتها رح تنضاف على الامتحان مع الامتحان مع الامتحان مع الامتحان تقريبا اطناعش تتعاش. هذان يكملوه وطلوه العشرين. زين? اضافة الى الروتات الجراحية اللي هي روتات الكسور زين الارتو وروتات البولية وهذا الني هيمين رح يكملن درجات السيرجري السيرجري هيمين اطنع عش تطبع عش وهذا الني رح يكملن فايسا نبدي نبدي الروتة ما الاميرجنسي اللي رح تطول تقريبا اسبوعين ياختكم بالمركز الاقليمي لطب الطوارئ بناء صار قريبة كل الكلية عليها درجتين بالامتحان والبطنية بسنة اثنين وتسعين وسنتنا ايضا بتلاتة وتسعين طبعا اكو اه كل يوم امتحان واكو كويز بالطوارئ زين اه هذا الكويز يعني يكون بعد ما تاخذ المادة وليكتور نصرت يمتحنك بيها يعني يشرح لك ياها بيوم ثاني يوم يعني يمتحنك بيها وهذا كلش اسلوب حلو حتى يخليك دائما مواكب وتقلى المواضيع مع الطوارئ زين شرح الليكتور نصرت كلش يقبل راح تعجبونه بشخصيته راح تعجبونه بطريقة شرحة بتفاني تفاني الرجل بالشرح زين اه انا احبهمين انه لما ترجع للبيت بالروتما لما الطوارئ زين وراح اخذكم محاضرة ممكن من ثمانية ونص ممكن اطول للوحدة يعني اكو ايام اصلا اطلع من مركز ما الطوارئ من الثنتين لانه هو الرجل لا يتعب زين فاي والمواضيع ما الطوارئ كلش فلازم يعني يدرسكم ياها للفترة طويلة زين فيفضل يفضل انه اكو فيديوهات الدكتور نصرت على يوتيوب موجودة على كل المواضيع ما الطوارئ اللي راح يعني راح تاخذوها فيفضل انه انت ما تروح هناك وحدك زين تروح وانت قاري وشايف الفيديو من هاي الفيديوهات يعني مثلا باتشل عندك اه محاضرة عن اه زين انه تشايف محاضرة الدكتور نصرت على هذا الموضوع قبل بيوم زين حتى تروح هناك والعب على اقلك اقل لانصدقني من ثماني نصد الوحدة فهد وقت كلش طويل ووقت يعني يموت فانت لما تروح وعندك ستين خمسين بالمية من المعلومات عن هاي المحاضرة وقاريها من دكتور نصرت نفسها راح تتفاعل ويا الرجل همين يحب الطلاب يتفاعلون ويا زين وراح تجاوب بشكل ازهل بالكوز الموضوع راح يكون اخاف واقل عبا على عقلك حتى هالروت تصير احنا صدقني راح يعتمد على انه انت قرأت الفيديو وشفت الفيديو مع اليوتيوب قبل بيوم لو لا زين لانه اه هذا راح يسهل عليك كلشو هوية راح يخلي الوقت هناك ممتع طبعا هناك فاد ماركا زيتشي معزول اه بناية حلوة بيها زين يطيقكم استراحات خلال هاي الوقت يطيقكم استراحة استراحتين يعني راح تكون اجواء حلوة مو عند تغيير عن الجو اللي يعشتو ببقية الروتات زين بس يفضل قلت لكم ما ترحون هناك لازم ترحون هناك ونتقارين المحاضرة قبل اكو امتحان بنهاية يعني الروتة اه عشر امسكيوات واكو اصلا بيعني مو بس عشر امسكيوات هاي بس بسنتهم سنتنا ايضا اكو فاد مانوبر عملي يعلمكم يعني يعلمكم مثلا فاد عشر مانوبرات خلال الروتة زين واحد من هاي المانوبرات راح يجي عملي ودكتور نصر تيقعد يشوف عليك ويجوني امتحنوك بي ما راح يكون شي صعب راح يكونون معلميكم على هاي الحركات ويعني هاي المانوبر بالطوارئ اه بهاي الروتة زين اطلاعا هي طوارئ بس انت ما راح تاخذك كطوارئ يعني ما راح تروح ببناية بيها قاعد تدريس ومحاضرة تقريبا اشفة بالنظري وبها اشياء عملية فايي اه هاي روتة عليها درجتين اه اطلع منها بدرجة بوينت سبعة حتى تكون يعني روتة ناجحة طبعا اه احمد هيثم يقول لكم انه يعني لا تأجرون الدراسة الى اخر اسبوع اقرو يوم بيومه اند انا كلش يعني ااكد على هاي النقطة لا تخلي مادة الطوارئ تنعافل نهاية الاسبوع حاول تقرأ يوم بيومه وشون تقرأ بيوم بيومه انه تقرأ الفيديوهات مع الدكتور نصرت على يوتيوب ونصيحة عالية اني ياخذوكم دكاتر غير دكتور نصرت خلال ايام الاسبوع مثلا اكوفت يوم 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 من الاسبوع يجيكم دكتور غير لاني الرجل يعني يتعب اذا ياخذ الايام كلها زيان ويكون عنده التزامات اخرى فا نصيحة حتى لما اخذتو هذا الموضوع على غير دكتور ارجع اقراها باليوتيوب على دكتور نصرت لانه هو اللي يحط الاسئلة هو اللي يجيب لكوزات فلحتاج تاخذ المادة بطريقته هو حتى مضيها درجات سهلة اكو اسبوعين اه لليورولوجي للجراحة البولية تناخذ بمستشفى شهيد غازي طبعا اكو عدة كوزات اكو روتات شان تاخد خمس كوزات اكو روتات وصلت ثمانة كوزات هي عشرة ايام سينا اذا ما صار اكو عطل فتقريبا خمسة الى ثمانة كوزات وهالكوزات مهمة يعني الواحد لازم يحاول يجيب الفول مارك بيها معظم هالكوزات مكررة معظم هالكوزات يعني اشياء اصلا موجودة سابقا فتراجعوا القنوات السابقة والبولية هتلقون بها الكوزات البولية عليها ثلاث درجات وهاي الدرجات يعني على الكوزات اللي رح تاخذوها زيان وشباو البولية كلش مهمة البولية يعني هي عبارة عن هاي ثلاث درجات هسه هنا عندك اثناعش بالمية من الامتحان النظري او بالاربعين بنهاية السنة وبنفس الوقت ممكن تطعلك محطة بالشورت كيس او سورة بالاور اللي رح يكون عليها تقريبا ست درجات يطلع بها مثل دكتور محمد باصل او سمير او دكتور اه سعد داخل زيان فيعني حتى منتظر المدني كلهم ممكن يطلعونه حسنين زيان فبتخيل شوف اذا تحسب الدرجات هنا الاثنعاش بالمية من اربعين هي تقريبا خمس درجات وهاي ست درجات هنا وبنهاية الرؤية هيصار اندعش زيان عندك لتدرجات هذي ما الاندروتيش هاي تقريبا اربطعش درجة من مية بالجراحة من سعيك بالجراحة رح يحدد اليورولوجي اللي يتنقلك حرفيا من تقدير الى تقدير اخر فتحتاج تكون مضبط اليورولوجي خلالها الاسبوعين هي اخر اسبوعين رح تيتسنى لك انه تقرأ بيها يورولوجي زيان حاول تضبطها وحاول يعني تقراها بطريقة بحيث تسترجع مادة اليورولوجي قبل الامتحان الاورال ما الجراحة اللي يمكن يطلوكم عليها يوم ينتقر به مادة الجراحة كلها واللي وحيكون اطعب الامتحان يمكن بالسنة كلها زيان تحاول ان تسترجع المادة باربع ساعات زيان انه لازم تقرأ كما لو انك ليلة الامتحان بشهر ستة لما عندك امتحان جراها عملي انه تقرأ تسترجع اليورولوجي باربع ساعات شو ما رح تقدر تسوي هذا الشي انه تقرأ اليورولوجي يوم بيومة كل يوم رح يحددلكم سلسلة من المواضيع يعني موضوع وموضوعين يعني باليوم يعني حدلكم يومة لازم تقرأ وتروح هناك تسبوع محاضرة الدكتور وتتكوز زيان فانت هنا لازم قاري المادة فاهمها ملخصها وياك دفتر معين اه هاي المادة تكونها مجموعة بي بحيث لما يجي وقت الامتحان العملي هناك باربع ساعات تلازم تخلصها والاورات اليورولوجي رح تكون نزهة حرفين لمدة اسبوعين الاكوز زيان تتدبر يعني ما بيهجي يمكن حتى واحد ما يقرأ وبس بنهاية الاكوز يعني بس ينتبه على الدكتور ويجاوب الاكوز عادي يمشي زيان وياخد نهاية تلت درجة تاخد اثنين واثنين بوين سبعة ياخد عادي ب بكل سهولة بس هناك زيان اه بالنظري هناك بالامتحان الاورال اكو فايدة رجعت رح تضيع فلا تضيع ايوم باليورولوجي مثل ما قلنا فكرتها بسيطة خلال اسبوعين اه كل اسبوع يجيكم اه دكتور يعني كل يوم من ايام اسبوع يجيكم دكتور اكو ملزمة معينة هي التاسك مال هذا اليوم وبنهاية يعني اكو كوز مرات هذا الكوز مرات هذا الكوز السياعة حسب طبيعة الدكتور وانت لو تقرأ هاي ملزمة بشكل زيان يعني ما رح تعاني ابدا بها الكوزات وقلت لك رح تستفاد منها بنهاية السنة روتة الكسور اسبوعين اه بها نهاية روتة عليها تلت درجات من الجراحة طبعا على حسب الدكتور الممتحة رح تكون طبيعة الامتحان انت ممكن يمتحنك دكتور عمار زيان فيكون محطات بها بها اكس راي بها محاضرات نظري اللي هي محاضرات اه دكتور محمود من الانترو دكتور علي باقرة ممكن يجيب سلايدات متنوعة من ابلي دكتور محمود وفراس ايضا يمتحنون محطات مرات يمتحنون السلايدات فانتو يعني خلال الروتة رح تعرفون مني ي يمتحنكم يعني تستنطقون الدكاترة انه مينو رح يمتحنه بهذا الاسبوع فرح تعرف منه واكوين قنوات مالكسور رح تعرف من خلالها الاسئلة من النهاية الروتة الاشياء اللي لازم تعرفها انه سبيشال تيست وما رح ياخذوكم يومين بالاسبوع على سبيشال تيست نزيان انه لازم تكون متعلمها لانه ممكن يمتحنوك بها براكتيكال وممكن يمتحنوك بها السلايدات اكروتها اتصارات هيتشو اكروتها تصاراتش حسب الدكتور ومارات حتى الدكتور نفسي غير طبي رجعت امتحانة زين الاكسر ايضا لازم تعرفها خصوصا الان اعني شوان تقرأ شوان تكتب الوصف ما لها الان اخذوكم يومين بالاسبوع على الان艘سريات يوم يوم على البي sitting يوم على لطروماتولوجي يوني changed لازم انتبليع counterparts حتى صراعبة الان عمده الامتحان عليه تلات درجات النهاية هالاسبوعين هには محاضرات النظرية والم lineage اللي المهمة الكلش كلش Universe Southwest محاضرات الانترو دكتور محمود بس هذا لازم وياها تقرأ محاضرات التراوما زيان سواء الابر لمب تراوما واللاور لمب تراوما التيومرز مو كلش التيومرز راح تكون مهمة بالاكسراي بس مو مهمة انه تجيك يعني ابتحان نهاية الروات الامارات يجبون سؤال اسا يفهم عادة يجبون التراوما والمحاضرات الريبليسمت زيان هاي اهم الاشياء وهذا يصدقوني هذين يبقى حدين صعبات انه يخلصا بسبوعين فاردت الكسور هي من الرواتات اللي راح تعانون بيها اه من ناحية الوقت بس مثلا انت ذا تقنى محاضرات الانترو دكتور محمود بيوم الاسبيشال تيست بيوم الابر تراوما بثلاثة يام واللور تراوما بيومين ويوم الاسكسراي هاي تقريبا انت عندك هاي ثلاثة ثمان ايام من الرواتة زيان ما هي الرواتة عشر تيام وعندك يومين من ايام الاسبوع العطلة زيان فيعني مفترض تلحق على الاقل على هاي الاشياء وديدرون تطلعون على الاسئلة السابقة اللي جاء بالكسور بنهاية الرواتة وراح تشوفون ان هي اسئلة عادة تكون الاشياء البرومننت بكل شيء يعني انه بالابر تراوما يروح لك بالكسور الصغيرة بالاصابع وانما لا راح يوديك على مثلا الكسور اللي تصير بالسبرا كوندايلر ريجين باللاترال كوندايلر ريجين بالمونتيجية بالقليازي وهاي الاشياء اللي عادة راح تجي زيان اكو عدة تنبيهات الواحد لازم يعرفها بالكسور انت الكسور مو بس راح تقلل هاي الاسبوعين لازم على بالك انه خلال هالاسبوعين اوكي تطلع عددرجة زيانة انه انتحان من ثلاثة واحد ياخد العلاقة لثين ونص زيان بس بنفس الوقت اكو امتحان بشهر ستة زيان امتحان اورال محطات اورال محتمل يطلع بها دكتور على الكسور زيان فاذا طلع لك دكتور على الكسور هنا راح تكون يعني المهمة شوية صعبة ليش لانه مثلا دكتور فراس زيان دكتور فراس العبيدي راح يريد من عندك بعض الملفات وبعض الاشياء اللي هو اوردي راح ياخذ راح ياخذك ياهن بهاي الاسبوعين مثلا هو عنده محاضرة على محاضرة مثلا عن خلال هاي الاسبوعين هو عنده يومين فرح ياخذكم مثلا ممكن ياخذكم على شوي ممكن جونت فهاي المواضيع اللي راح يحتي عليه الندكتور فراس صدقوني لحد اخر يوم بكلية زيان لانه شفنا بشهر سابعة اه دكتور فراس يمتحن طلاب زيان ويسألهم بال بالاتلس وذا قلت له قبل وهي هاي ملاحظة مأكد عليها هو خلال هاي الاسبوعين راح يطلبك برا اذا قلت له مثلا اه اه اذا قلت له بس زيان راح يقول لك اطلع برا اذا قلت له بس سيفير اه اه ام افكشن راح يقول لك اطلع برا زيان راح يريد كلمة يلا راح يرضى عليك فالدكتور فراس عند بعض الكلمات اللي يعني اه اطف في النار ما لتحرفين هاي الاشياء وهالكلمات وهالتريكس هو حرفين راح يعلمكم اياها خلال هالاسبوعين راح يعلمكم اياها بيومين بالاسبوع فاشي يصر خلال هاليومين بالاسبوع لازم تضبطويا دكتور فراس زيان بعد بالمحطات اللي ممكن تطلع لك ممكن يطلع لك دكتور محمود زيان ودكتور محمود بمحطات نهاية السنة ممكن يسير لك اشياء من الانترودكشن من الابارترومة من الورترومة عادي زيان بس ممكن همين يسير لك بالاكس راي هو شخصيا راح يشرح لك الاكس راي زيان خلال يومين من ايام الاسبوع فاللي يقدر يحاول يصور هالي الاكس رايات يبقيهن على باللي يحاول يدور لهن النماذج مشابهة بال يعني بالنت زيان راح يكون كلش مفيد انه لو جمعهن وحطهن عنده زيان ورجع قراهن قبل يوم الانتحان يعني هذا الانتحان اللي عيصر بشهر ستة فاكو اشياء راح تصير بروتة الكسور ممكن انت تحس انه اوكي راح انجو عني بنهاية الروتة يجيب ممكن درجة زيانة وعادي وهذا هو بس صدقوني ممكن ترجع تلاحقك بشهر ستة فاشاكو شي تتعلم خلال هالروتة لا ضيعة حاول تحفظه بملفات خاصة ملف الدكتور فراس ملف الدكتور محمود ملف الدكتور عمار حسب ما يجوكم كل كلمة هي منعودهم مهمة لان امتحان نهاية الروتة هذا باخر الاسبوعين اللي هو من ثلاث درجات هذا اخوان شي بالموضوع زيان راح تفكر انه هانا ما راح الحقها خلصة وراح امتحنا امتحان وعادي مقاري الابر او اللواري تراما صدقني هذا اخوان شي اخوان واي من الاشياء اللي راح تصير بشهر ستة هذا بالنسبة للكسور اه نجي لسؤالنا المعتاد هل ما لازمنا كافية بالنسبة للكسور اكثر من كافية اصلا احنا ما لازمنا ام طاب بديب اكثر من بقية الكليات بالكسور فاذا قلت ما لازمنا راح تكون كلش اناف لا تحتاج بلو برينت ولا تحتاج اي مكان اخر تقرأ عليه الكسور تكسبوك مدري شنو كل شي ما تحتاج عارفين كل شي ما تحتاج كل اللي تحتاجه هي ملازمنا واذا تريد يعني تقرأ تسجيرات الدكاترا هم ينحاول تقرأ عليها او يعني اذا مثلا ما ذكرت المحاضرة ومقرأتها زيان زيان فتيك ترجع للدكتور من شرحها بالمرحلة الخامس فارجع لها محاضرتنا كلش كافية بالمناسبة شباب محاضرتنا بالمحاضرتنا باليورولوجي ايضا كلش كافية ما اشوف انه بيها مشكلة اذا شوية توسوس فاني اه بحمزة اند لاف ناشر ملفات زيان عن هي ملفات يعني تقريبا كاملة هي ملازمنا ضيف عليها بيلي وضيف عليها انبوس فاللي يريد يقراها باليورولوجي راح يقراها هنا. اخير هو على مدار اسبوعين. اه هاي الاسبوعين انت لازم تكون مخلص بها ملازم هواية خصوصا ملازم دكتور غياث زيان لانه دكتور غياث ملازمة بالخامس راح يرجع يسأل بيهن بالسادس لانه بنهاية هاي الاسبوعين اكون امتحان دكتور غياث راح يفرك على المرضى يقول لك افحص لي هذا المريض ومعدين يدي يدخل وياك نقاش على ملازمة فانت لازم تكون كلش مضبط ملازمة والملازمة الثانية من ناحية الاحمية ان هي ملازم دكتور زهير زيان فانت ايضا لازم تطب قاري دكتور ملازم دكتور زهير. اه عادة ان يمتحنون يوم الاربعة والخميس بالاسبوع الثاني بالنورو مدسن اه من الاشياء المهمة انه قلت لك انه تكون مضبط ملازم دكتور غياث وملازم دكتور زهير وتكون من الطلاب اللي يواضبون ويتورونه يدكاترا. الدكاترا كلش ينتبهون زيان على اللي يتوروا ياهم الصبح. وكلش هاد رح يأثر على ججمة مالتهم وبنهاية الروتة لما يمتحنوك. انت بنتور يدكاترا رح تستفاد من ملاحظاتهم. رح تطبق زيان انت لازم مطالب انه تعرف تفحص زيان. اه طبعا اني امتحنت بالنهاية بالنهاية الاسبوعين يمتلور زهير. وحرفيا السؤال مالتا كان انه اش تتذكر عن هذا المريض لما افترينا وياه وتورنا عليه يعني بخلال الاسبوعين. فقلت لهذا مالتا كان هيجي اسمه. هيجي المشكلة مالتا كان يتأذى من في مساواها. فحرفيا طاني تسعين من مية بهذا الامتحان بس على هذا الشي. ما اقول انه كل الامتحاناتهم رح تكون هيجي. لا. بعضم الاحيان امتحانهم يقول لك انه اضحص ويسير لك اسللة ويتناقش وياك زيان. بس اذا تطوروا ياهم رح يأثر على ججمة مالتهم. ولكن الادكات رح يتذكروا لانه هي اسبوعين ويعني مو مثل روتاتو اليوم الشهرين اذا يعني شوية الدكتور ممكن ينساك على مدار الشهرين هاي اسبوعين يشوفك يوم الثلاثاء يمتحنك يوم الخميس. كلش مضمونة انه يتذكرك. زين? الدكاترة اللي يمتحنون هما غياث وزهير. وحشيتكم انه غياث يحب ملازمة. زهير يحب الناس اللي يتورونوا اياه واللي قاري ملازمة. واللي يعني يعني من الناس اللي ايضا يمتحنون هو دكتور عقيل ودكتورة اخرى على الصحة. هذول يعني من الافضل انه تقراشون الاشياء اللي سعليها قبيل اكوي يعني طلاب مجمعين يعني التجارب الامتحانية. لانه عادة ان they tend to repeat themselves بالبالعسلة. بس كلهم كلهم رح يكون مطلوب من عندك انه اه تعرف تفحص زين بالليورو. هذا اكثر ما ينر عليه درجات. ما ينر عليه خمس درجات. اللي قراءة اللي بيه مو كل شهوية. زين. الموضوع الاهم بيه هو انه يكون عندك اه وتفحص زين. قاري ما لازم ترغيص الكورزو هي. وان شاء الله تطلع من عندها باربعة ونصف. ما تصور اكو اكثر من اربعة ونصف كدرجات ينطوها. عسا خلصنا الرفيو عنك الروتة. هسناخذ الاسئلة اللي سألتوني اياها بالخاص. اكوها من الاسئلة يمكن جاوبتها ضمنيا بالحجي السابق. طريقة دراسة خلال الروتات. انا حجيت انه من افضل اضبط شي انه من خمسة الاثنعش. هذا الوقت تقرأه ودائما تقرأه بمحاضرات ثيري. ومعظم الروتات ملاحظات الدكاترة ايضا تكون حاضرة وياك انه تقراه لانه احنا مو بس دا نحضر الامتحان نهاية السنة احنا دا نحضر اه يعني شون نكون اكثر شي قارين وفاهمين الدكاترة اللي رح يمتحنونا. الكوزات ايه اكو خصوصا بالماينرات بالطوارئ بالامرجنسي وقلت لكم لازم تقلون ما لازم دكتور نصرت قبلها بيوم فيديواته زين باليورولوجي لازم تقلون الموضوع تكونوا المضبطي. بالكسور عادة ما اكو كوزات بس ايكو امتحان نهاية روتة. والنيورو ايه مدسن ايضا ما اكو كوزات بالمعينه. الكوزات ايضا تكون موجودة بالسيرجي بروط جراحة بي تيتوريالز اه بخمسة الى ستة كوزات. بالمدسن ما اكو كوزات بس اكو امتحان نهاية روتة. بالقايني اكو كوزات بالمحاضرات ما التوارئ ان واحد بس يقراها وهذا هو يعني قبله بيوم يقراها وذات ستوين ينتبه على الدكتور وخلاص. الاطفال ما ما بيكون ذات. زين. اه السؤال الاخر انه شلون الواحد يرتب وضعه بين نوتات الدكاترا والجانب العملي والجانب الوزاري. انا دائما من اقول لكم شون اللي تقولوا خلال اليوم. اقول لكم انه تقولون ثيري. زين? وانتقولون ملاحظات الدكاترا. زين? ويعني موضوع ملاحظات دكاترا اذا بديت بمنوقت ما رح يكون ملعب. رح يكون سهل كلش لانه الملاحظات كلش عامة. وملاحظات يعني هيتش ممكن حتى واحد متخلص رابع وخامس رح يكون عارفة. فدائما دائما تخليوا ياك انه مو بس تقرى ثلاث اربع خمسمة لازم بثيري باليوم. تحاول تقرى ملاحظات الدكاترا همين موجودة بالميديسن موجودة بالاطفال موجودة بالسيرجري حتى موجودة بالكسور والنيورو. يمكن هذه هوسة اعلامية. انا اتفقي لموضوع انه هي هوسة اعلامية. العلم ليس محصورا اه بملازم طب الموصل. ملازمنا اكثر من كافية بهوايا احيانا. بس الشي اللي قلت انه لازم نسوي هو نشوف على الموضوع اللي ما موجود بالكامل في ملازمنا هو الموضوع اللي رح نروح نقرأ على غير مصدر. وهذا المصدر ممكن يكون ممكن يكون بس احنا قلنا الاختصار نروح للمكان اللي مسؤول عليه اللجنة نقرأ عليه الموضوع الجديد. فبس اللي تقرأ هناك. لانه اذا رحت تقرأ كل الملازم هناك انت ما تعرف الدكتور شون كان ليش رحلهم. ما تعرف يا سلايت كان يطفور لهم. شون الاشياء اللي ما كان يركز عليها. رح تخسر الاشياء اللي انت بنيتها بس المرحلة الرابعة والخامسة. فليش يعني ما ما يحتاج هذا الشي. العلم موجود بس هناك. موجود بكل مكان. والاسئلة ما رح تجيه بس من نعودهم. احنا بس نروح للملازم الجديدة. هل لازم نقرأ الملازم بأماكن ارتب? انا انا نكلش ضد انه الواحد يعوف الاشياء اللي بناها وراح يقرأ اشياء جديدة. زيان. انا افضل انه نجيبي الملازم اللي تحسها ممرتبة. شكو ملزمة تحسها ممرتبة تبرى تحدي اليك. زيان? وتروح تقرأ من غير مكان وترجع اضيف على الملزمة مالتك. لا تخسر الملزمة اللي قريت عليها واللي عانيت بيها باليومي بالرابع واللي امتحنت بيها وحاولت تقراها هي بساعة متأخرة بالليل قبل امتحان الفاينال بالرابع زيان اللي تخسر هاي الملزمة. مهما كانت ممرتبة فهي مفيدة وبها اساسيات وما لازمنا بالجراحة? مو سيئة ابدا. كانت سيئة شوكت لما هم زيان يحطونا ياها ويجبونا من من غير مكان. حارفيا نجيبونا من من اماكن ما تعرف من وين. من بولات غريبة كلش. افكار غريبة كلش. هسا بالوزاري. احس الوزاري يلتزمون بما لازمنا اكثر من الالتزام دكاترتنا بما لازمهم. فاستفاد من اللي موجودة بما لازمنا وضيف عليها الانوتات. هي هاي اضبط طريقة. بالنسبة انه هل النظري يختلف عن العملي من ناحية القراية. اكيد يعني انت الشي اللي راح تقراه يعني بالروتة شوية راح يختلف عن اللي راح تقراه بالامتحان الوزاري بالامسيكيوات موضوع ممكن يطفره زيان بكل سهولة في حين انت اذا تمتحن امتحان عملي يمكن راح تقضي مع بعض من الوقت انه شونا نسمي. فيختلف ايه بس انا ما اريد انه اتخلون يعني النظري منفصل والعملي منفصل. زيان حاول ده منطقة المواضيع مالتك كابروتش. انه يكون عندك مثلا ورقة اذا تريد تلخص بها المادة. زيان. تلخصها باتيولوجي. اللي هو راح يضمن يعني وزيان. زيان. وعندك الانفتيجيشن. والتريتمنت والكمليكيشن. اذا قيلتك الموضوع بهاي الطريقة فانت راح تكون ضامن نفسك بالعملي والنظري. الحلو بالعملي والسادس انه يعني هو نفسه اللي مطلوب من عندك لما مثلا تقرى الملزمة كاوتلاينز. الاوتلاينز كل ملزمة يكون هيتشي. لما تقراك هيتش زيان بهاي الطريقة. فانت تقريبا ثمانين بالمية مضبط امورك نظري وعملي. زيان. يبقى لما تروح تمتحن امتحان نظري راح العشرين الباقي راح تقراها طريقة مختلفة. وتمتحن ام عملي راح تقرا العشرين باقي طريقة مختلفة ايضا. فانت لما تقراها بهاي الطريقة راح تقلل الاختلافات بكل امتحان وهذا راح يفيدك انه يختصر لك وقت اكثر. بالنسبة للاسئلة ما السنين السابقة زيان اه راح تكون دورها اقل زيان الاشياء الغريبة راح يكون دورها اقل. بس اللي يقدر يقراها خل يقراها يعني السنين السابقة لازالت اسئلة امتحانات تركزت على اشياء مهمة. سواء كانت باي شخص باي كلية معظم هاي الاسئلة هي تركز على تفاصيل مهمة. فلي يقراها خلي يقراها. الكيوبانكس اللي تحتاجها بالوزاري فهي يعني دافيتسون بالميديسن. زيان. اه بالجراحة. اه بري تست بالغايني وبري تست زائد نولسن بالاطفال. هاي اكثر المصادر الامسكيوات اللي بروفن بالامتحانات الوزارية انه جابوا منعجنا. بالنسبة لنهاية الروتة الاشياء اللي تصير بالنهاية الروتة شون الواحد يرتب ويعرف المواضيع المهمة اسهل طريقة اللي معرفة هذا الشي ان ترجع لتجارة بالطلاب. زيان. اه اذا تروح لتجارة بالطلاب مع الامتحانات السابقة الامتحانات العملية مالتهم راح تشوف انه معظم الاسئلة تدور حول عشرة اخمسطعش موضوع ويتكرر دائما. فمنها اذا قدرت يعني من بداية الروتة انه تقرأ تجارب الطلاب بس تسوي سريع وتجيب ورقة وياك تسوي احصائيات راح تشوف ان المواضيع تنحصر يعني بعشرة الاخمسطعش بالزايد. والسؤال السابع مالترتيب كل روتة بالدراسة فعني حاولت احط جدول تخيلي لليوم مالتك شون لازم يصير بكل روتة من هاي الروتات. فيوشد رفير باك تو ذات والله يسلمك. عليكم استلام بالنسبة لهذا السؤال انه والميكانيزم هل هي اشياء اضيع الوقت وما تفيد? صراحة سؤال عام يعني انا ما قدر اجزم بهذا الموضوع. بس اللي اقدر اقوله انه اكو مواضيع مهمة الواحد يحتاج يعرف بها والميكانيزم. يعني مثلا اذا اوديك بملازم الجراحة اللي هي الثايرويد. زين? وملازم مثلا البرست وملازم الهرنية. هيش تفاصيل صغيرة كلش تكون بها مهمة. زين? في حين اذا رحت الموضوع مثلا واللي هو كلش قليل يسئلون به. فبايش ما لازم يعني يكثر خيرك انه انت مثلا تعرف تفاصيل معينة عنها. تعرف مثلا الحي شو هنا تصير. شنو مالتها. شنو مالتها. فاني اشوف انه والميكانيزم يكتسب اهميتها من اهمية الموضوع. لما تدرس تايرويد وبرست وهرنيا وابندكس. الباثولوجي والميكانيزم يمكن اعتني بي. لما ادرس موضوع نادر ما رح اعتني بي. فانت بالنهاية يعني ما رح تقدر تحفظ الاشياء اذا ما تفهم الميكانيزم مالتها. بس لما انطي اكسترا افورت للميكانيزم فخليه كون للملازم يا شاعة للملازم اللي تكون كلش مهمة. الباقية رح امشي لانه الاهم هو انه تتعامل للموضوع كالكيس فعلا. انه تتعامل لها كأبروش. انه ش تسوي لهذا البايشنز. زين? وخلي اوضح البثال اخر. يعني مثلا موضوع العبر جاي بليدنك. زين? ممكن اضبق اكثر سؤال واكثر يعني سؤال شائع انه تنسئل بي انه شوان ستتعامل وياه? راح تقول له والهيستري والاقزام وبعدين اللاب اللي راح اسوي من ضمن السي بي سي ويعني بعدين اودي لي وبهاي الطريقة وسوي للمريض. زينة. هذا يعني تسعة من عشرة من المرات راح تنسئل هذا السؤال. اذا حاول اسئلك عليه. بس هل هل يمنع انه مثلا يجيك سؤال يقول لك يا بي ليش ما اقيس الهيموغلوبين او ما اعتمد على الهيموغلوبين بالقراءات مالتي اول ما يبديه ينزف. وليش راح اتمد عليه بعد اثنين وسبعين ساعة مثلا ويطبك بموضوع الهيمو ممكن. بس جد نسبة انه تنسئل هذا السؤال ممكن واحد من عشرة. اذا جوي يسئلوك بالاقراء جائب لدي. فالكيس اهم اذا بقى لك وقت اضافي راح تقرأ الاشياء والميكانيزمز للمواضيع المهمة. بالنسبة لهذا السؤال شوان راتب نظر وقتنا بين النظري والعملي انا دائما اقترح انه الواحد لما يقرأ باليوم يقرأ ملازم ثيلي اضافة الى ملاحظات الدكاترا وتجارب الطلاب بالسنين السابقة. الامسكيوات انا اقول انه ايرلي ان الواحد يقراها من وقت زيان ومن هسة بس اذا الواحد يريد يقراه فيقراها على مصدر معين شي واحد يسهل لهذا الشي بالميديسين بايلي اند اه اسنس بالسرجري تن تيجرز وبريتست بالقايني ونيلسون وبريتست بالاطفال. باعتبار ان الانتحان وزاني نعتمد على المصادر وهل ما لازمنا كافية هل تجي من غير مصدر. انا حجت هذا السؤال وشرحته اكثر من مرة. شباب ما لازمنا كافية. الشغلة الوحيدة اللي تحتاج تقرأ بيها على مصدر او على مكان خارجي هو لما يقول اكو ملزمة داخله وكليتك مم غطي هذا المنهج ومم غطي هذا الموضوع. وانت لما تجي تقرأ على ملزمتنا زيان فرح تبني عليها ملاحظاتك. زيان هي الملزماتنا تجيبها زائد وضيف النوتس مالتك. النوتس من تجيبها تقراها يعني من اي مكان. اي شي انت شون تدرس الموضوع اضيف النوتس عليه. سواء تقرأ بامبوس تقرأ فيديوهات تقرأ يعني على مصدر بكيفك. زيان بس حاول تضيفها على ملازمنا. ملازمنا هي كافية. بس هو عالتين انه تتدور من غير مكان تدور لك فيديو وتقرأ لك من 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 شي تحبه. فراح تحدث على ملازم مالتك. بالنسبة اذا واحد ما يقرأ مصادر بس ملازم وفيديوهات زيان اه قصيرة وامسك كيوات وتقديراتها جيدة. المصادر بالمرحلة السادسة ما يحتاج صديقني ما يحتاج انه يسوي فيها شي مبتدع جديد. زيان. اه انا يشوف انه اللي دي يسويه كلش كافي هي يجيب الملاحظات مالتة الاضافية اللي يتعلمها منها من هاي الاماكن ويحدثها على ملازم مالتك. والمصادر راح يفتحها بس لما اكو موضوع وهو مقاري. يعني ما لزمتها او كلية تمام غطي هذا الموضوع. مهم كامسكيوات كتاب مهم بالامسكيوات يكرروا منه وشفنا انه عند الانسلات كررت من عنده. مكلاودي يفيدك بالإكزامنيشن بس انذا انت تعرف تفحص زيان. مو شطر تقدير ترجع على عالي تقدير تكتفي بملاحظات دكاترة. مهم كامسكيوات. الدراسة عليها كلش مرهقة. زيان يعني كدراسة موضوع من بداية لنهايته. انا افضل انه تقرأ على ملازمك وتحدث عليها ملاحظات. بس لاتعامل بيلي كملزمة زيان عمل لك ما لازم مالتك انه لازم تقرأ من الغلاف للغلاف. عامل كبيلي انه مثلا اكو جدول حلو ببيلي خلت جيبها ضيفة لمنزمتي. اكو ساماري حلو ببيلي خلت ضيفة لمنزمتي. فهاي الطريقة اتعامل ويا بيلي. انه مثلا ملزمتي شوية ها حسيتها بالانفتيجيشنز ما يتغطي للموضوع زيان خلال روح اتجيب الانفتيجيشنز ما البيلي وحطها. فهاي الطريقة عمل وياكها ملزمة خاصة بك. اه بالنسبة لهذا السؤال فاني او رادي حشيت على الوقت دراسة النظري. بالنسبة للطرق اللي يجيب درجات فاني مكلت انه الواحد يقثيري يقلب ملاحظات ديكاتراي قد تجارب الامتحانية السابقة. ويكون من الطلاب اللي مواضبين على بالمستشفى. شون التفاصيل الصغيرة اللي يضيع الدرجات صراحة اللي لاحق يعني اللي لاحق التفاصيل الصغيرة رح يوقع بالاشياء السهلة والشبيرة. اكو اشياء ما تقدر تضبطها. اكو اشياء ما تقدر تتوقعها. ما تتوقع انه مثلا الكيس ما لتك شون راح تصير. او مساج الدكتور شون راح يكون. الدكتور الممتحن منه راح يكون. يا هاي التفاصيل اللي حرفيا ما راح نقدر نتعامل وياها. زين. اللي نقدر نسوي هي التفاصيل الشبيرة. التفاصيل اللي بنسبة ثمانين الى تسعين بالمية الطالب اللي يسوا كل هالاشياء. راح تكون نسبة انه يجاوب درجة يجاوب درجة كلش عالية. هذا اللي تقدر تسيطر عليه. هذا معظم الطلاب اللي راح يجيبون درجات يساوه. ما حد راح يطب مضمون انه يجيب درجة عالية بكل امتحان. واقع ايام راح تجي راح تسوي كل شي صح. ومع ذلك راح يجيك دكتور صعب. راح تجيك كيس صعبة. وما راح تحصل الدرجة اللي تريدها. اكو امتحانة عملية اكو هاي تحصل انه تطلع لك مثل هاي الايام. بس لما بتقول اوكي اه صال لي هيتش يوم راح هرجع اسوي نفس الخطوات الصح للامتحان الجاي. صدقني بالمحصلة هذا الحارد وورك حينتصر على كل عاقبة. وعلى كل يعني حط سيء صادفته بدكتور او بكيس خلال الراتع. بالنسبة للجراحة فا حجيت بيها اه ممكن اكثر ملاحظة تتكرر بالجراحة انه شباب اقروا ملاحظات الدكاترا اقروا تجارب الامتحانية قبل الامتحان لانه وايه يتكرر. دكات عمل جراحة ترى فحرامات تضيعون هذا السابق عليهم بالقنوات. زيان. شون توازن بين فكرة انه تبقى بالمستشفى او ارجع على نظري. صراحة هذا سؤال كلش حلو اكو هواية قلت هيجي للطلاب انه انا لازم ابقى للثنتين ولازم ابقى كلش هواي. انا بالنسبة لي مو يا فكرة انه ابقى بالمستشفى. انا ويا فكرة انه تروح من وقت كلش. تروح مثلا بسبعة سبعة ونص. اه تحاول تخلص كل امورك قبل الساشين. تخلص كل اللي تريد ضيقاها. كل الكيسات اللي تريد تشوفها. تاخد الساشين وراها ترجع للبيت. بها طريقة راح توازن. لانه معظم الاشياء الانترستن راح تصير الصبح. زيان هناك راح يكون اكو قايدنز بهذا الوقت. يعني هذا الوقت من السبعة للتسعة الصبح. كلش مثالي. لانه راح يكون اكو قايدنز. زيان اكو تورز واكو لكاترة هواي يفترون واختصاصين ومقيمين تقدر تتعلم من عدهم. اه انت بعدك راح تكونوا باعلى نشاطك. الساشين بعدها مبادي. زيان والمرضى بعدهم هستوهم قاعدين الصبح. زيان يعني ماكو هواي طلاب جايين عليهم. هاي الساعتين حرفيا تعادل ثلاث اربع ساعات لما تكون وحدك بعد هذا الوقت. فاني لاشوف لو يعني تتعلم بهذا الوقت راح يكون احسن الشي. احسن ما تبقى وقت زايد. وقت تكون انت اردي بتعبان وقت يزداد بتاني بضميرك انه عاني تعبان هلا لازم ابقى بالمستشفى لو لا. ممكن تستفيد من الراحة والاستشفاء لليوم اللي بعد انه ترجع من وكد بشرط انه تاخذها من السبعة للتسعة. وبنفس الوقت حاول انه يكون وياك يعني وحدك شوية الموضوع راح يكون صعب. اه اثنين اثلاثة من 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 هذول الطلاب اللي يعني الحريصين من هذول الطلاب اللي يحبون يتعلمون. لما تصيرون سوا اه كلش راح تستفادن بهذا الوقت. اه بالنسبة لهذا السؤال فاعتقد بغطيناه كله. المحاضرات والمصادر يعني قلت لكم اكثر من مرة محاضرات البغداد كلش كلش كافية. بس اللي تحتاجها وهتحدث البلوبرت. واذا انت شنت يعني مو بطب بغداد شنت بغير كلية زين. فاقين محاضرات كليتك هي اللي راح تكون احسن محاضرات. لان كل هذا الوقت والجهد اللي صرفت عليها بالرابع والخامس حرامات يضيع. المعلومات اللي مختلفة عن بقيته كلش كلش غليلة. بنسبة لهذا السؤال انه اكو مواضيع ممكن عفناها بالرابع حتى ترجع تنعاد بالستادس. نقراها هالفترة اجباري. صراحة لا. يعني انت من عفت مواضيع معينة بالسيرجيري فرح ترجع تقراها بالروتة ما السيرجيري. وكذلك الحال بالنسائية وبالاطفال والميدسين او اي مادة فوتت عليها. فرح تلحق. رح تكون عندك فترة كافية انه تلحق ترجع تقراها. حتى المواضيع اللي نقاريها يعني هم لازم ترجع تقراها من جديد. فرح تجد تقراها بوقتها. كل وحدة بروتتها الخاصة. اه بالمواضيع اللي ما عندنا ما لازم عليها. اه لازم نروح نقراها بالبلوبرنت. يعني حتى نشوف انه هو شنو بالبلوبرنت اللي موجود وموجود بما لازمناه وروح نقراها باي مصدر تحبه باي مكان تحبه. قلت لكم اكتر طريقة مختصرة انه نشوف منه مدير البنك ما لهذا الامتحان مثلا طب الموصل او النهرين او يعني حسب الامتحان شنو شان. او ونقرر الملزم عليهم. انا هدا اكتر طريق مختصر ممكن تقراها باي مكان تحب يعني ما رح يكون فارق. هل ممكن ينلغي الوزاري صراحة اشوف انه صار فينا علي كل شو هواية من ناحية التجربة الامتحانية من ناحية تنظيم الحاسبات فنلاك لي انه ينلغي بالسنوات الجاية. والوزاري اصلا البلوبرنت مالتهم بمواضيع مهمة وبمواضيع يعني حتى لو ما امتحنت وزاري رح تجيب كليتك. اكو مواضيع هواية مهمة وما جابوا عليها الشي. بصراحة احس من هذا من جزء من التهويل الاعلامي اللي يصدير على الامتحانات الجديدة. اه ما لاحظت ان الموضوع مهم كل شو ما جابوا عليه الشي. زيان. عادة حتى لو امتحنت بكليتك همي ان اكو مواضيع مهمة ما رح يجيبون عليها الشي لو يجيبون عليها امسكيو. لانه يجيبو لكم الاسئلة. فدائما رح تكون اكو مواضيع ما يجيبون عليها الشي بس لاك لي المواضيع المهمة اللي مثلا بالجراحة الابندسايتس البانكرياتايتس القول بلادر هي مواضيع مهمة بكل وقت وفي كل حين وفي كل امتحان وجدت عليهم. فانت يعني المفروض يعني تنتبه على المنهج مالتك شنو الاشياء اللي الملازم اللي موجودة بالملازم يعني بالكلية مالتك تقراها وتضيف عليها المواضيع اللي انت مقاريها اللي موجودة بالبلوبرنت وكل اللي تكمن غطياتها. هذا اهم شي انت ما تحتاج تحير من هسة انه اكو مواضيع رح تجي لو ما تجي وتدخل بعقلية الممتحة انه شنو اللي رح يجيب شنو اللي ما رح يجيب. الواحد بس يسوي اللي عليه وهذا هو. اذا اكو شي مو كافي يحتاج من هسة نحضر روحنا عليه زيان من اكثر من مكان صراحة لا انا اشوف المكان الواحد وتحدث علي ملاحظاتك كلش تمام بس كوقت انا اشوف الكسور هو الواحد اذا قدر يقراب بغير وقت خارج وقت الكسور اللي هي اسبوعين رح يكون كلش مفيد لانه وقتها كلش قصير والمادة اللي بها كلش هو. بالنسبة لهذا السؤال فهم جاوبنا عليه على السريع بالنسبة للبطنية بالنسبة للجراحة بالنسبة للنسائية والاطفال تذكرر بيناتهم والثنيناتهم. النسائية جابوا اسئلة من المصدر والاطفال يعني على ما اتكون ممكن كان اكو هاي هي المصادر التكس بوكس المشهورة. بخصوص الملازم والمصادر اللي واحد يقراهن فاني اشوف انه هو من اكثر اشياء اللي واحد يعني ممكن يحدث عليه يضيف عليه مثلا دابدسون خصوصا الجداول مع دابدسون زين يعني بس يضيف على الملاحظات اللي موجودة مالته يعني يعني اشوف انه بس يضيف عليه كل الصعب كلش هو هاي يستهلك وقت ورح يشتتك عن الاشياء الرئيسية بالنسبة للقايني فما اشوف انه تحتاج شيء اضافية غير انه تضيف عليه اشياء وملاحظات من انبوس. اما البيدياتريكس فما لازم لي اكثر اكثر من كافية. اه بالسؤال السابق حشان عن الكيوبانكس بالنسبة للعملي والفاينل والاوسكي الفاينل شون نستعد لاثناء الروتة انت من تقرأ اثناء الروتة فانت اورادي تستعد لامتحان نهاية الروتة اللي هو تقريبا رح يكون مشابه للفاينل والاوسكي. فما كو اشياء جديدة اه خارج انه تتدرب على تقرى ملاحظات الذكاتة تقرى تجارة الامتحانية وهذا شيء اورادي رح يصير خلال الروتة. زين. اه تدريب العملي واليومي وناخذ كيسات له بس اورا لا اكيد تدريب العملي. لازم يتم الصوح لازم يتم يعني قبل ما يبدي السيشن. زين. الواحد لازم يتدرب عليه واكو واكو متحنات دائما اكو جزء محدد من الامتحان سواء بنهاية الروتة وبنهاية السنة على كل روتة من روتات اللي قلتها. ابتداء من النسائية وانتهاء بالاطفال. لما نقرأ اه كل روتة ومادتها نقرر نقسمها لا صراحة عاني ضد هاي الفكرة. اه عندك جراحة تقرى بس جراحة. عندك باطنية تقرى بس باطنية عندك اطفال تقرى بس اطفال الاستثناء الوحيد ممكن بالنسائية تقدر تبوغ منها اسبوع اسبوعين للكسور. هذا الاستثناء الوحيد. باقي الاشياء يعني تحط كراته بروتاتها. وبروتات تنركز على العمل للنظري. نركز على اثناناتهم. العمل يكون الصبح بالمستشفى بالتدريب. قبل ما يدي استيشن ويستيشن هميه. والنظر يكون بالبيت. بالنسبة للاطفال فا ملازم طب بغداد. هي انا اللي اعرفها. هي انا اللي شارحها. هي انا اللي قاريها. زين? فاشوف انه هي اكثر من كافية للامتحان الوزاري. زين. السؤال اللي بعده انه الملازم الكلية اذا كانت ركيكة الواحد شي سوي. بصراحة اني ضد فكرة انه الواحد يتخلى عن ملازمة. يعني لا تحاول تغير لونك. زين? يعني ابقى على الملازم الكلية مالتك. حاول تضيف لها اشياء. يعني هي ركيكة حاول تضيف لها سلايات من عندك. تضيف لها تفاصيل من عندك. اه بالنسبة الي انا احب انه تعتمد على زاد الفيديوهات اللي ممكن تشوفها من يوتيوب. زين? هذي رح تكون اكثر من كافية انه تكمل اي ملزمة ركيكة ممكن تشوفها. حارفيا لو ملزمة بس بيها اه عشرين كلمة اه هاي الاشياء راح تكملها. زين الامبوس والفيديوهات اللي ممكن تشوفها بيوتيوب. امبوس هو طبعا بسبسكريبشن يعني هاي القناة عادة اه تشير حسابات امبوس مجانية. زين اللي ما بيها امسكيوات وعدهم يعني حسابات امبوس. بيها امسكيوات بشتراك يعني كلش تافع يعني الف ونص بالشهر. فهذي ما عرف صاحبها صراحة بس يعني تقريبا صالي سنة سنة ونصية. بالنسبة للجراحة اه طريقة الدراسة حشيتها اه بوقت يعني بوقت الفيديو عن الجراحة. هل ما لازم كليتنا هتكون كافية اي مع اضافات بسيطة من من انبوس. هل نحتاج نقرر العملي على براوس لالي تكنيكال سكيلز. اني اردي ناشر فيديو للمرحلة الرابعة كان انه شون يتعملوني لغسكي ما الجراحة مالتهم. بهذا الفيديو راح تليق تشكلست والاشياء المهمة اه بالنسبة لك للامتحان ما اه ما الجراحة العملي. بالنسبة لي انه بالك تقرار الدكتور هيتم ودكتور زيد. صراحة ما مجربهم بالجراحة. اذا ترتاح لطريقة الشريح وتحبها فا اي فيديو يعني ممكن يساعدك بالمادة راح كون كلش مثالي. بس انا ويا الطريقة اه بالجراحة انا ويا الطريقة انه توصل لنهاية الروتة وانت قاري المادة ومحاول تبدي تعيدها. انا مو يا الطريقة انه الملزمة تتوسع كلش هوية. الملزمة تقوم تاخد من عندك يوم كامل. بحي توصل نهاية الروتة وانت قاري نص المادة بس. انا ويا الطريقة اللي تمشي بشكل اسرع الطريقة اللي تمشي بشكل تضمن لك اكبر كمية وممكنة من المعلومات. بالنسبة للكسور هل يفضل انه يقراها يعني اثناء روتة الجراحة او غير روتة بالجراحة ما راح تلحق انسى انه تقراها بالجراحة. اه حاول تقراها بالجينيكولوجي سواء اخدت القيني بالبداية او اخدت القيني بالنهاية حاول تتأخذ لك اسبوع وسبوع من النسائية تحطها للكسور. هذاämänسب مكان تبوك بالنوقة للكسور. غير هذا الشيح ما راح تجد. اسئلة الكسور الوزارية اللي جيت منها هم حاسيتها من معادتنا ما جتي من معادتنا بالضبط زيلا بس اللي قاري ما لازم له اه حرفين اسئلة الكسور اللي جدت كانت اسئلة كل سهلة يعني شو جاي يختبرني بال 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 جاي يختبرني بال يعني بال scraps. زيلا. جاي يختبرني انه مثلا هذا الكسر عامله كونزيرويتف مو مو زيلا يعني الاشياء كانت كلاش بكل سهلة. نسبة الانتحال من الكسور اللي نمتحنا بطب بغداد وهو امتحاننا مع الكسور يعني مرعب اكثر من هذا بهواية. فهي من مادته وبنسبة الوقت تحسنوا من مادتنا. لان انا شوف انه هي اسهل. فما لازم كليتنا كلش كافية. فما لازم كليتنا كلش كافية. اللي ليقرأ الدكتور هيتم في اوف كورس. انا ما قال الكسور عليها بس اعتقد انه هو دعما يقدم فتشكل شك والتي. بالنسبة الباطنية مادتها ضخمة اي. زين نتقسم على غير الروتات لا يعني النسائية اكوفت اموت محدد من الملازم اللي تقرأت تشمر عليها. واذا شمرت عليها الكسور بعد هذا وما تقرأت تشمر عليها غير اشياء. لانو النسائية بحد ذاتها هم تحتاج قرأة وهم تحتاج تحضير. زين. الباطنية تنقريب وقت الباطنية. زين مس اهم شي ما تدخل بهذا انه تحاول تقرأ بها كل حرف وتضبط بها كل حرف. لا الباطنية تقرأ تمشي بسرعة. اذا عندك بس شوية اساسنا الرابع تقرأ تمشي بها بسرعة. وهذا اللي يعني ما يحتاج انت رأى اسبوع اسبوعين تقرأها يعني الروماتو يوم يومين كلش كافي لانده بتلاتة يام يعني بالزايد. الهيماتو تلاتة يام يعني مو هو الواحد يقرأ به هاي الاشياء. وانت عندك شهرين بالباطنية فاتصور انه الوقت ما الباطنية الواحد يحصر نفسه ويحاول يخلص كل مادة الباطنية به. زين ما يحاول يشمر على غير روتات او يتأمر انه رح يقرها بغير روتات. لانصدقني ما رح يصر عندك وقت. بالنسبة للنسائية يعني انا شفت مادة كليتنا كافية للمواضيع اللي موجودة بالبلوبرنت. اللي ما موجودة بالبلوبرنت تقرأها على طبيل الموصل. بنوك الاسئلة بالجراحة بالاطفال والنسائية. زين فهي المصادر اللي عادة ان شار تجي من عندها الاسئلة. فهذا السؤال بس رح اخذ الاسئلة اللي ما حجيت عليها. اه تقسيم الروايطات حسب الابجدية اللي يبدو من الالف الحت حرف الحا يبدون ماينرات. من الحا لي يعني الدال والراء والراء تقريبا. ذو اللي رح يبدون اطفال. الاسمه قريب على السين رح يبدي نسائية. واللي اسمه بالميم رح يبدي اه جراحة. والباقي باطنية. هذا حسب يعني اه اللي يتذكر على اصدقائي اه بالسنوات السابقة. بس ما رح يطوكم الجدول و رح تعرفون يعني ما تصور رح يتأخرون بالجدول. وقالما تبدون يعني دوام رح تعرفون الجدول ما تكون بالكامل. اه الدوام باللايام الاسبوع خمسة ايام. كل ايام الاسبوع رح تداموها. اه السادس بي فاينال واحد. يعني فاينال واحد من ناحية النظري. زيان? هو بس الوزاري اللي كان بعد ما كو هالي الكلية ووزاري. بس الكلية رح يكون بيها عملي بعد امتحانات الوزارية. زيان عندك عملي اللي تنقسم بيه حسب كل الفرق. شنو فرق السادس عن الرابع. اه بالباطنية والجراحة. هناك خلن يرضون منعدكم بالاشياء المقطمة. هنا لا يرضون كامل على كل كيس تفاصيلها تفاصيل الكيسات رح تكون مطالب بها اكثر. رح تكون مطالب انه تاخد يعني تطي انه تربطوا هواية من المعلومات. زيان. فالفرق انه هنا تحتاج تدرس اكثر. تحتاج تكون ملم اكثر بالنظري. هناك ما تشت تحتاج انه تكون هواية منطلع على النظري. بالنسبة لهذا السؤال فاني حتشيت على هاي التفاصيل والاشياء اللي تنقر. طبعا اه بكل ديكتور شنو تحضر له. هذي موجودة بقناة ستاجير قايد اللي حتشيت عليها مال احمد هيثم. دوم الروتات هسا اذا احاول افكر لك بيهن. فاذا بينه بالقانيكولوجي فالقانيكولوجي اكثر ناس يطلعون من وقت. يعني تقريبا يطلعون عشرة للدعش كلاش طالعين. زيان الجراحة والباطنية وطل وقت طلعتهم يعني متشابه انه يطلعون اه بالدعش زيان بس اهل الجراحة مرات يبقون لطنعش بايام التيتورياز اللي هنا تقريبا ستة ايام بالاسبوع او ستة ايام خلال الشهرين كلها ستة الى ثمان ايام خلال اه شهرين. اه بالنسبة للاطفال في طولون. الاطفال راح يطولون اكثر ممكن يطولون لطنعش. اه اذا اكو سمنار فممكن اصلا هذا الوقت يطول الوحدة للثمتين. بالنسبة للمينارات زيان. اه المينارات الكسوري يطلعون من وقت. الاورثو يطلعون بالدعش بالزايد. النيورو ميدسين همين بالدعش بالزايد. اليورولوجي عشرة ونص دعش. زيان همين كلش قليل. بس الاميرجنسي لهذا راح يطول هذا راح يطولون واحدة للثنتين خصوصا المحاضرات اللي اه يكون بها دكتور النصرات. بالنسبة لهذا السؤال فالوقت اه طرحته بكل كروته نبلش بالمادة اللي احنا بيها. يعني اذا ميدسين احنا بينا ميدسين. اما التفاصيلات اللي بالميدسين فحسب تفضيلات كل شخص يعني شنو اللي ترتاح لها تتقر تبدي بي. دعما ما لازم الكلية راح تكون اكثر شي مفيد. عن كلش فان اف امبوس. فاللي يقدر يقرأ على امبوس همين يقدر يقرأ. الريفيوهات طبيعة الامتحان ايضا شرحتها. احسن طريقة للدراسة هي محاضرات الكلية اي اكيد. المصادر عني رشح انه امبوس بكيفك على اي مصدر بس يعتمد على محاضرات الكلية ونضيف ملاحظاتك في المصادر عليها. اه مواضيع البلوبرنت اي التزم بيها. واللي موجودة بكليةك بالبلوبرنت احاول تقراها يعني اه على مصدر معين. اسألت المصادر اشوفها اكثر من كافية اذا تقرأ يعني يمسكي وات. لازم جذر مالتك يحوي على نظري وعملي سوى. اقترحت خطة انه الواحد لازم يقرأ نظري. وملاحظات الدكاترا وهناك يجدرب على بالمستشفى. اكثر عليه الثرجات هو ملاحظات الدكاترا والتجارب السابقة ما الطلاب ما الانتحانات. راح اخذ الاسئلة الجديدة بهذا السؤال نشوف انه يعني شو واحد يستفاد ويرتب الاشياء النظرية بحي تتفيدها بالعمل. صراحة ما حس راح يدري من اول يوم. زيان? راح الروتة دعما الروتات اللي طول شهرين. زيان? فانت راح تشوف نفسك شوية باول شهر. بالشهر الثاني يبدي الموضوع يتحسن. فشنو شنو السبب اللي انت صارت هاي النقلة من الشهر الاول لشهر الثاني? هو انت خلال هذا البروسيس اخذت ملاحظات من الدكاترا قررت تجارب الطلاب السابقة ومشيطة بمحاضرات الثيري. لما تتسوي هذا الشيء كل ما يمر الوقت راح تبدي تصير اكثر راح تبدي تشوف كيسات تقاريها بالنظري وقاري ملاحظات الدكاترا عليه. فالموضوع مسألة وقت ما راح تدخل بكل روتة من الروتات. ما راح تكون من اول اسبوع. تحتاج وقت حتى تتعلم على المواضيع المهمة. تتعلم على المواضيع اللي تتكرر دائما بالدكاترا وتكون قاطع شوط بالنظري يالله تدي تفتهم. لانه بالرابع الموضوع كان شوية مختلف. الموضوع بالرابع كان بعيد كلش عن هذا الترتيب والتسلسل اللي مسموح لك يا هسة. يعني انت عندك شهرين الباطنية بس باطنية وعقلك بس باطنية. ما عندك غير شي ينافس الباطنية. بالرابع كان كل شو كلاش يتاخذون. زيان. فمن الطبيعي انه الواحد راح يعاني بصعوبة بربط المادة العملية مع النظرية. هنا بس. اعتمد على اللي شرحنا انه تريد تقرأ نظري والملاحظات وهي الاشياء. وخلي باقي للوقت. بمرور الوقت راح تكون مطبط هاي الامور. بالنسبة للاشياء وين تقراها ها هذي. فانا شوفت دكتور طارق عبد الحميد. زيان. آآ بيوتيوب كل الشلسلة حلوة عنده بالاي سي جي. هاي هي السلسلة مع اليوتيوب ما دكتور طارق عبد الحميد. اجين بالنسبة للأكس راي فالدكتور طارق عبد الحميد انه شرح على على الاحس راي. فهو راح يفيدك بالاي سي جي ويفيدك بالاكس راي. بالاكس راي ممكن اذا فتقرأ محاضرات راديولوجي من المرحلة الرابعة. زيان هاي من الاشياء اللي انت راح تكون مطالب بيهن. انا ما اعتقد انه تحتاج تقرأ سيتي. السيتي المكان الوحيد اللي ممكن افكر بي هي بالستونز انه تعرف شون تعرف اه تقرأ بالسيتي هاي راح تتعلمها بمحاضرات اليورولوجي اولادي. زيان. وبالنيورو بالنيورو ميدسين اه تحتاج تعرف تعرف الهيموراجيك عن وهذه راح تعلمها خلال الرؤية. ما اتطور احد مطالب بينا انه يعرف يقرسيتيا والتراساند. اه بالنسبة لي اه اي كلية لما تشوف ما لازمكم غير كاملة حاول تكملها زيان من اي مصدر تحب. انا دائما نرشح امبوس. زيان بس اه اي مكان تجيبه وتكمل النقوصات. بس لا تعتمد على غير كلية زيان وانت عندك مرحلة رابعة. راح تضيع المشيتين. زيان اعتمد على ما لازمك وضيف لها ملاحظات اخرى. فما لازمك الركيكة. ما لازمك اللي تشوفها ناخصة. راح تشوفها انه انبنت شوية شوية. فطريقة ما راح تنساها ابت. انت راح تكون احسن واثكى. لما تجيب ملازم كليتك. وتضيف عليها ملاحظات وترتبها بايدك. اكثر مما لو تعتمد على احسن مصدر بالدنيا. وارتب ملازم بالدنيا. زيان هذي راح تتفوق. هاي الطريقة راح تتفوق على هاي الطريقة. انا حجل على هذا السؤال بس كنصائح. اه ممكن ايش اشير نصيحة بالجراحة. انه لازم تقرأ كل شي. بس اثناء الرؤية انت اكيد لازم تكون مضبط الجي اي تي ومضبط جينرال سيرجري. زيان. بس شباب اذا عندك مثلا وقت لازم تقرأ الكارديو فاسكيلر. زيان الكارديو فاسكيلر سيستم. لازم تخرج محاضرات الراديولوجي. انت اورادي راح تقرأ المحاضرات البيدياتريك سيرجري ومحاضرات النيورو سيرجري لان راح تكون مغصوب لانه عليها كوزات وتبتحن بيهن. بس اذن عادة مو هاي طلاب يقروهن وهن عليها محطات اورال بنهاية السنة. نادرا ما راح يمتحنوكم بنهاية الرؤية على هاي الاشياء زيان. بس بنهاية السنة انت تكون مطالب انه تقرأ هالاشياء. فيفضل انه بجيب هسا الكالندر مالتك جيب التذولست مالتك بالتليفون ضيف لك كارديو ويعني اه شوف ش وقت يصير عندك مجال. مرات اكو هدشي ماس هوليديز تصير بالسنة. يعني مثلا نهاية السنة هاي الواحد تلاتين اطناش واحد واحد ستة واحد. مرات مثلا زيارات الاربعين اه ماكن اوقات تصير به عطلة ايام صار به حر. فخلي هاي الاشياء على بالك. ممكن في اليوم من الايام تقرأ عن سواء بوقت الرؤية مالتك او خارج وقت الرؤية. لانه قد لك هي اشياء ممكن ما راح تكون مهمة خلال هاي شهرين من روتها مالتك بالجراحة بس راح تكون مهمة بالامتحانات مع العرل. واخ سؤالي هنا من زوجتي انه شنو تأثير انه تتزوج بالسادس. صراحة اني انسان متهور خطبت بنصرة الجراحة واتزوجت قبل الامتحانات النظرية الوزارية. اذا ناوي توكل بس ما لازم تكون متهور مثلي بطريقة اختيار التوقيتات. فاذا ناوي توكل اه صدقني ما راح يعترعي درجاتك ومبلغ علمي وتجربتي انه راح يسويها احسن. فايه هذا كل لي كان لدينا اليوم بهذا الرفيو. اذا اكو سؤال ما طرحته رجاء نحطوه بالفيديو جوه يعني يعني بالتعليقات جوه هذا الفيديو راح ابقى تابعة لفترة معينة من الوقت. فممكن اجاوبكم عليها. نلتقي في اخرى ان شاء الله ما يكون هذا اخر الرفيو لنا. سلام.